موسيقى هل أهلي عبر مطاب مودرن سبورت الصعب بسلام ويقترب أكثر من صدارة الدولة موسيقى رغم تقدم مودرن سبورت النهاردة إلا أن الأهلي قدر يرجع في المباراة ويسجل هدفين عن طريق إمام عشور بين نيولوك الجديد وبيرستاو بعد غياب طويل فوز بيعرب الأهلي كتير من صدارة الدولة فوز بيرايح الفريق قبل مواجهة فيرامد موسيقى 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 يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة مباراة كبيرة جامعة الأهلي اليوم بمودرن سبورت فاز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد التقدم في هذه المواجهة الكبيرة كان لمودرن سبورت عن طريق أرنولد إيبة في ديئة ستة وعشرين بعد كده إمام عشور قدر يسجل هدف التعالل في ديئة خمسة واربعين وقدر بيرستاو يسجل هدف الثاني في ديئة اتنين وستين بعد غياب طويل لبيرستاو عن المشاركة في المباراة شارك كبديل بسجل هدف الفوز النهاردة للنادي الأهلي إلى هدف أمام حضراتكم إمام عشور أول رأسية يسجلها يمكن في حياته وبرستاو أيضا برأسية نادرة بيسجل هدف الفوز للنادي الأهلي وهذه أول ملاحظة بص أنا راجل منحاس جدا جدا لمارسل كولر ما بخبيش ده يعني هتقول لي عشان الموديل الفني للنادي الأهلي لأ أماليش دعوة هو بيدرب مين أنا نحاز للناس النجحة للناس اللي بتقدم إضافة للناس اللي بتضيف للقرة المصرية قلت الكلام ده قبل كده على منويل جوزي قلت على جوزفالدو فريرا قلت على كولس كروش قلت كتير على مارسل كولر هتقول لي يعني إيه الاختراع اللي عمله النهاردة يا عم كريم إنت ليه مصمم تأفر وإنت بتتكلم على مارسل كولر هقول لك هاتلي كده يا فندم الهدف الأول وبعديه الهدف التانيش إحنا متعودين إن في الضربات الرقناية في النادي الأهلي محمد عبد المينة عم يجري هاتلي بقى الرقنايتين محمد عبد المينة عم يجري على القريبة ياخد الكرة يخطفها بدماغه نموذج مباراة الويدات في نهاية أفريقيا الموسم قبل الماضي وده المعتاد صح كده؟ في الفولات تلاقي محمد عبد المينة في الرقنيات تلاقي محمد عبد المينة مفيش محمد عبد المينة تلاقي رامي ربيعة مفيش رامي ربيعة هتلاقي وسامة أبو علي هذه الخدعة الراجل اللي بيذاكر الراجل اللي بيحفظ لعبته الراجل اللي بيعمل خدعة فنية في الملعب امام عشور هو اللي بياخد الزاوة القريبة ويسجي الهدف الاول محمد عبد المنعم يخدع كل مدافعي مودرن سبورت ويسجي البرسي تاو الهدف بتاو هاتلي بقى الهدف بتاو بتاو عشان فيه لقطة كمان كل اللعيبة هاتلي الهدف بتاو بتاو قبل ما ترجعلي الهدف بتاو بتاو بص هتلاقي اللعيبة في زاوة تانية هتلاقي اللعيبة كلها بصت لبعضها ايه ده ايه ده المفاجأة دي ايه المفاجأة دي كلهم بصوا لبعضهم ده فيه لقطة كمان بس مش معايا والكابتن طلعت يوسف بيرفع دين لتنين ايه اللي بيحصل جارية محمد عبد المنعم خدت اتنين مدافعين وعين التالت وبرسيتاو ما عملش حتى جم هو لقى كرة عند دماغه في الجون ده شغل مين يا جماعة ده شغل مدرب محمد عبد المنعم ما كانش رايح ياخد الكرة هو كان رايح ياخد التلات مدافعين معاه عشان بيرفيتاو اللي ما بيسجلش اللي نادرا يعني براسه يسجل هدف ده الهدف الاول امام عشور هو اللي على القريبة مش عبد المنعم فالطبيعي ايه ان كل لعبي مودرن فيوتشر راحوا على البعيدة مع محمد عبد المنعم اللي كان واقف عند البعيدة ده شغل ايه شغل مدرب ده واحد ما ازهقش المكسب ما ملش ما قلش انا خلاص كده كده راجل ناجح كل يوم بيشتغل كل يوم بيذاكر المنافس فهم النهارده ان مودرن سبورت مع الكابتن طلعت يوسف هيبقى فريق صعب وبيدافع بشكل كبير جدا كعادة اي فريق بيدربه الكابتن طلعت يوسف فانا هحفظ لعبتي النهارده هحفظهم الكرات السبت احنا هنكسب النهارده يا جماعة انا متأكد في المحاضرة عمال يقولهم احنا بالكرات السبت هاي اللي هكسبنا النهارده ليه عشان باللاعب فريق بيقفل كويس قوي ادام مدربه هو طلعت يوسف علشان كده زمان ما كنتش بحب المدربين مش زمان لحال الوقتي حتى في العالم اللي يجي يقولك ايه اصل الفرقة اللي قدامي وقفت الاوتوبيس عارفين الوصف ده اللي وقف المدافعين كلهم عند خط المرمى فمش عارف اوصل للمرمى ده مبرر فشلك مش 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 شطارة المنافس اللي عارف يقفل لكن لو انت مدرب ناجح هتعرف تختارك هذه الدفاعات بكذا فكرة يا اما كرات سبتة يا اما كرات تصويبات من الخارج يا اما تستخدم مهارات فردية عشان كده ده يفصل لك النهاردة ليه محمد مجدي افشة كان النهاردة موجود في التشكيلة الاسية مش بالصدفة طبعا الناس بتفسر ايه محمد مجدي افشة موجود النهاردة في التشكيلة علشان جاب هدف الفوز في المباراة الماضية قدام بيرامد فالراجل بيكافؤه عشان ده السهل ده الكلام السهل يعني ده الكلام البيع ده اللي مفوش يعني تفكير باي حاجة لكن النهاردة محمد مجدي افشة شارك في المباراة مع امام عشور الاثنين مش واحد فيهم عشان عايز لعيبة بتشوت من برا عشان لو الكرات السبتة دي ما نفقتش معايا يبقى فيه لعيبة بتشوت من برا بالمناسبة محمد مجدي افشة جاب بتصويبها جاب هدف بتصويبها من على حدود منطقة الجزاء في بداية المباراة بس الغي الهدف بسبب فاول على وسامة ابو عالي مدرب فيه مدربين كده يخلوك تستمتع بالكورة لما تقعد تسرح بالتفاصيل يعجبك ليه النهاردة ليه النهاردة خالد عبد الفتاح هو الاساسي مش محمد هاني بيديني الواجبات اللي انا عايزها بيعرف يخش تالت في خط الدفاقة في الوقت اللي انا عايزه عنده ميزات السنتر باك زي ما عنده ميزات الباك رايت وانا بحتاج في بعض الكورات اللاعب الباك رايت يضم في النص مع الاتنين مدافعين كلها تفاصيل كلها تفاصيل مهمة وخطيرة اقعد فكر واسرح مع الراجل ده تستمتع بالكورة انا بحب مارس الكولر وبحب شغل مارس الكولر هتقولي هتقولي الكلام دوت لما الاهل يخسر مع الاهل هيجي يوم وهيخسر الطبيعي يعني زي ايه فرقة في العالم انا مقتنع بالمدر وهيبقى ليه اخطاء وفيه مباراة مش يبقى في احسن مستوياته وهيبقى تأفكاره غلط بس في المجمل في مجمل اعماله مارس الكولر هو افضل مدير فني اجنبي داخل مصر ده الرأي على الاقل رأي تعالوا وريك جون بيرسي تاوي تاني عشان تشوف التفاصيل اللي بقولك عليها بص كله راح مع محمد عبد المنعم الراجل ضرب الاسبرينت وكله راح معاه وسبه بيرسي تاوي ما عملتش جام بحده بص بص في جام بحد بص بص اللقطة دي هتبين قوي محمد عبد المنعم راح اتنين معاه والتالت عينه عليه اللي شوروله بعد كده ايه دي اللقطة تقريبا لا مش دي اللي فيها الكابتن طلعت يوسف بس هاي دي اللي اعطت اللي معانا ودي توضح لك ازاي الراجل بيشتغل وازاي الراجل بيفكر لتنين اللي صعب جدا مودن فيوتشر يفكروا في الضربات السابتة ان الكرة هتروح لهم هم اللي سجلوا اهداف النهار دا ما معشور وي بيرسي تاوي ده بالنسبة الهدفين النادي الاهدي مودن فيوتشر او مودن سبورت بالمسمى الجديد الله بطون لبقى يا جماعة مودن سبورت هتشوف الهدف عشان نتكلم عنه عشان طبعا الناس او كثير من الناس حملوا محمد الشنوي كل الهدف وانا في رأيي ان الشنوي له جزء من الهدف له جزء بس اصغر جزء من الهدف اصغر جزء اللاعب رايح ومعدي وماشي وبيتمشى وبيتعزم وبيشوت ومدافع النادي الاهدي بمنتهى السلبية ما فيش ايه حاجة طيب انت بتقولي كلمتين دول يا كريم عايز تدافع مثلا عن الشنوي اه اه شوف انا صريح معك جدا اه اه ليه بقى انا يا جماعة نفسي كلنا يعني واحنا بالحب الكرة ما تبقاش انفعلاتنا سريعة جدا بص الجنو هجيلك تاني على محمد الشنوي سلبية في الضغط مش طبيعية من اللاعب النادي الاهدي مش طبيعية وفي الاخر دايما الحارس هو اللي بيشيل ودي طبعا لفتة طيبة تسكرة دائما وابدا برحمة الله عليه احمد رفعت ربنا يا رب يرحمه ويسكنه فسيح جنته باذن الله نرجع تاني للشنوي بص يا جماعة انا محبش فكرة انه يبقى لعيب عظيم ولعيب عامل تاريخ ولعيب مميز ولعيب عامل افضل اداء وحبا عشان طلع لاعب اخر ايضا جيد ومميز طب تعالى نتبه القديم تعالى نتبه القديم يا ابني محمد الشنوي ده اللي شال وجاب بطولات وعمل انجازات لا ما خلاص كده كفاية على الشنوي انا قريتها دي كتير اقول نهاردا على السوشال ميدي لا كده كفاية بقى على الشنوي خلاص ومصطفى شوبير لازم يلا كفاية على الشنوي كفاية على الشنوي طب يعني هو لو مصطفى شوبير ما كانش يتقلق في بطولة أفريقيا كنت هتقول كده عن النهاردة كنت هتحمل أصلاً الشناوي خطأ النهاردة كنت هتعدهاله كنت هتعدهاله طيب هو مصطفى شو بيه يا جماعة لو نزل وشارك أساسياً مع النادي الأهلي مش هيغلط هيغلط تيبي كورتوا بيغلط مانو الناير بيغلط أعظم حراس العالم على مر التاريخ كانوا بيغلطوا ما بحبش فكرة أنه تعالوا نحمل على طول بسرعة على الشناوي ظلم وقار يتحمل جزء من هدف النهاردة بس الخطأ ده مش خطأ مباشر مش خطأ يتحمله بشكل صريح عكس مباراة براملز الهدف اللي دخل فيه بس الأخطاء وردة وده الشناوي شوف أنا عمال أقولك ده الشناوي بقى عشان أفكرك أنت كمشجع للأهلي افتكر كم مباراة شال فيها النادي الأهلي افتكر كم موقف صعب شال في النادي الأهلي افتكر كم بطولة جابها للنادي الأهلي مش هبه يلا خلاص اتخلص منه بقى خلاص عشان خاطر ايه بقى عندنا واحد تاني جامد وجيد ورائع مصطفى الشبير طبعا فيش خلاف استكمالا لحكاية محمد الشناوي محمد الشناوي قريب جدا 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 أكثر من أي وقت مضى أنه يرحل عن النادي الأهلي بعد نهاية الموسم وهقولك التفاصيل كلها بس قبل التفاصيل كلها أخذ هذا أو هذه المدخلة الهاتفية مع كابتنك كبير كابتن طلعت يوسف الموديل الفني لفريق مودرن سبورت يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معي قطر خيرك حبيبي إزاك يا كريم إزاك كابتن طلعت منوارنا دايما والنهاردة كان مباراة كبيرة المودرن سبورت سواء على مستوى الدفاع أو حتى على مستوى الهجومي والضغط العالي اللي عمله مودرن سبورت من الدية الأولى لماذا خسر مودرن سبورت هذه المباراة يا فندم يعني خسر من كرتين سبتين كان التركيز التعامل معهم ما كانش على المستوى المطلوب أكيد أنا شايف أن احنا قدينا مباراة جيدة في حدود الإمكانيات المتاحة للفرقة وفي حدود الاسكوات الموجود متأثرين بغيابات مؤثرة جدا زي حساني وكاجو ومحمد فاروق دي الناس اللي لعبت معايا في الفترة الأولى لما جيت شهر ونص لكن في النهاية أنا راضي عن أداء الولاد في المجمل بشكل عام أنا شايف أن النادي الأهلي ما تحلقت لهش فرصة جيل واضحة وصريحة خلال التسعين ديئة وأن الهدفين اللي جم زي ما بقولك جم من كور سبتة تعاملنا معهم على المستوى الدفاعي ما كانش بالتركيز المطلوب قادروا يسجلوا الكرة التانية يا فندي من الكرة التانية اللي سجل منها بيرسي تاو كان فيه لقطة حتى الكاميرات جابتها وحراك بترفع إيديك لأتنين مستغرب من اللي حصل في الوضع الدفاعي بالنسبة للمدن نسبة لأن هناك تعليمات إنه الكورنر في النادي الأهلي أو المواقف السبتة تتحطوا وتتلعب على طول ما بيستناش الفرقة قدامه إنها تنظم نفسها ومع ذلك كان هناك يعني إغفال الجزئية دي وبالتالي قدروا يستغلوا وقدروا يسجلوا الكون التاني أنا مش شايف إن النتيجة عدلة 100% لكن هي دي الكرة يعني راضي جدا عن الأداء راضي عن الروح اللي الولاد قدوا بيها راضي عن حجم التركيز المنطقي والمعقود في هدود الإمكانيات اللي موجودة عم جنة راضي جدا طيب عايز أسأل حرك منذ توليك المهمة ومودرن سبورت الواحد بيحس حتى وبنقول كده حتى إعلاميا إنه الفريق بقى أكثر نضوغا على المستوى الدفاع وعلى المستوى الجمهة وتحديدا على المستوى الدفاع بقى أكثر سباتا تمحاطك لمودرن سبورت حتى نهاية الموسم إنك توصل لأني مركز إن شاء الله يا كابتن طلعت خلاص الموسم فاضل فيه أربع ماتشات يعني هنا عندنا سموحة وزد والاتحاد وننهي بلقاء تاني مع النادي الأهلي في الأسبوع الأخير فالموسم يكاد يكون بينتهي أتمنى طبعا إننا ننهي في مركز كويس يعني أنا لما مسكت كان المركز إلى حد كبير يعني متقاقر نتيجة عدم توفيق في مرحلة ما يعني قد يكون التوفيق صاحبنا في المرحلة اللي أنا توليت فيها المسؤولية النتائج شوية تطورت المركز تطور دخلنا مربع الأسبوع اللي فات لكن ما زال الأربع ماتشات اللي جايين مش سهلين وحاسمين وإحنا عندنا غيابات تانية يعني إيبا النهاردة بيسترد مش هيلعب الماتش الجاي وحيتسببني مشكلة كبيرة جدا البدايل محدود جدا جدا عندنا في مودرن وهناك أكيد اتجاه لتنظيم الأمور في الموسم القادم إن شاء الله إذا كان هناك استمرارية إن شاء الله كابتن كبير كابتن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت بشكر حالك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الهاتفية أيضا معايا كابتننا الكبير كابتن جاد جريشا خبرنا التحكيمة يقول لنا رأيه فيه لدى التحكيم في مباراة اليوم كابتن جاد مش شرف ومنور دائما بسعد بتواجه حضرتك معي كريم خير عليك وعلى كل مشاهدينك وشرف لي يا حبيل ده شرف لي كبير كابتن جاد وأبدأ معاك على طول مباشرة بأبرز الحالات والحالة الأولى كانت فيه ديئة التمنى من عمر المباراة وإلغاء هدف ليه النادي الأهلي عن طريق محمد مجدي أفشا كان فاول على وسامة أبو علي اللقطة أمام حضرها الكابتن جاد أنا بس مش 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 شايف قدام مش معاتي الفيزيون قدامي بس أنا هكلمك على اللقطة هكلم الصفارة أنا متأكد في الملعب هل الصفارة طلقت قبل الهدف والبعد هنكلمك عموما عموما القصة في الآخر كنا ندور على الخطأ هل في خطأ على وسامة أبو علي ولا لا وسام فعلا من كل الزوايا وصلنا أنه ما وصلش للقورة وبالتالي فيه خطأ موجود محمد عادل كان لازم أنتظر بالصفارة لو كان صفر قبل الهدف ما يدخل كان لازم أنتظر بالصفارة وبسيوني راجع وفي الآخر هو لو راجع برضه هلقى أنه فيه خطأ موجود على وسامة أبو علي والغاء الهدف آه تقصد لو فيه خطأ في اللقطة دي فهو خطأ أن الصفارة طلعت قبل ما الكرة تسجل هذا قبل أنا مش متأكد فعلا هو الصفارة طلعت قبل ولا بعد أن الصفارة وصلت لبقع محمد عادل مش متأكد بقى هو صفر ولا ما صفرش لأن الصوت صوت مش واضح معنا لكن لو فيه خطأ في اللقطة يبقى خطأ أنه صفر قبل المراجل خطأ موجود والغاء الهدف هو الغاء صحيح وكرر صاحب محمد عادل بالخطأ اللي كان موجود لكن بنا نصح حكمنا الصفارة تتأخر عشان يبقى فيه مراجعة لحكام الضغاف طيب في ديئة ستة وعشرين كان فيه هدف ليه آآ مودرن آآ سبورت الهدف أيضا أمام حدودك الهدف اللي سجله آآ مودرن سبورت كان فيه حتيكاك موجود آآ قبل الهدف آآ لا يرقى لوجود خطأ في المراجعة بمراجعة الهدف بعد كده اللاعب الأفريقي آآ مر من اللاعب واثنين وأحرز الهدف الهدف الآخر هدف صحيح ما فيش فيه خطأ قبل هدف ولا تتسلل قبل هدف طيب كمان في ديئة اتنين واربعين كان فيه إلغاء هدف آخر للنادي الأهلي تمام المساعدة الأول محمود أبو الرجال آآ كان عنده اللغة ديئة الكرة اللعبت من زميل محمد عبد المنعم اللي كان موجود في مواقف تسلل وبالتالي تسلل صحيح وإلغاء الهدف كان إلغاء صحيح من محمود أبو الرجال عظيم يحنا كده ماشيين حلو قوي وكارات كلها سليمة الديئة سبعة واربعين كان فيه انذار أول خده لاعب مودرن سبورت أرنولد إيبة الانذار أيضا أو الكرة على الشاشة الآن اللي خد فيها الانذار تمام الانذار كان صحيح من محمد عادل وكان موجود في مكان المناسب والانذار كان ده الانذار الأول اللاعب وكان انذار مستحق وكارة صحيح من محمد عادل بالمناسبة كابتن جاد قبل ما كمل معاك الحالات نفس اللاعب كان له احتجاكات قوية كثيرة جدا قبل ما ياخد طرد في النهاية بس هل الطرد ده اتأخر؟ بس هو في الآخر التقييم للحاكم ان هو اللعاب اللي قبل كده اللي حكاكات اللي حصلة قبل كده كلها كمت بإهمال ما كانش فيها تهور فلما جات لقطة تهور اللي هنوصل لها كمان شوية الراجل ما ما تأخرش بالانذار التانية عظيم طيب دياءة 69 كان فيه مطالبة من لعبي مودرن سبورت اللي ركلت أو براكلت جزاء على النادي الآن بتكلم على قرى الإيد اللي في الظاهر بس احنا دايما بنتكلم فيها و بنكرر نفس المعيار معيار واحد على أي شرط وأي رون اليد اللي في الظاهر الدفع ببا لازم بامتداد اليد بامتداد كامل اليد ده معيار اتحاد أفريكي معيار اتحاد دولي اللي محمد عادل شوف في الحاضر الأفريكي هو بينفزه على الأرض احنا الكلام ده قلناها مبل كده معاك كريم مش اي احتكاج بالإيد في الظاهر ده دفع الدفع لازم اليد بامتداد اليد يحصل الدفع وبالتالي اللقطة اللي قدامك دي هي اه اه احتجاج طبيعي جدا لا ترك الاحتساب خطأ وبالتالي ما فيش ركل الجزاء لمدنز بورت في اللقطة. عظيم. طيب اللقطة اللي بعد كده هو الانزار التاني اللي ارنولد ايبا اللي اطلده بعده على طول هذه الكرة. سؤالي. طبعا الاحتجاج اللي حصل. فضل. فضل. هنسمع. هل الكرة دي انزار تاني ولا ممكن تبقى تبقى تارض مباشر? لا بص هو اللي حصل خارج القرض الملعة طبعا الكرة كانت في اللعب وبالتالي اللي فيه قرار فني وفيه قرار اداري. حتى لو الكرة حصل برا خط خط التماس. ايوان. الاحتياج ده لا يرقى الكافة الحمر تساوي بسيط جدا ان الرجل لما قصت للرجل كان في جزء من الارض موجود معا وبالتالي بيقلل السرعة وبيقلل القوة. ودي اقصى درجات التهور وانزار مستحق. ممكن اختلف معاك مرة كابتن جاد تبقى لتعليمك. يعني انا باخد الكلام ده منك انت وبامش وراك. لا فضل فضل معاك. انا هنا شفت السرعة وشفت القوة وشفت الرجل المرفوعة وشفت كل حاجة. يعني انا المفارج على اللقطة قلت قلت بناء على ما يقوله دائما الكابتن جاد جريشا. فهنا هنا كل الشروط موجودة. فضل. لا بص الشروط انا مش مختلف معاك في كلمة انت قلتها. اه. لكن مع اول ما الرجل وصلت للرجل كان فيه الارض معاها. اه. فالارض دي بتقلل القوة السرعة. مم. يعني فيه جزء من الرجل راح خد الارض معاها فاللي ما توصل للرجل للرجل مباشرة من غير ما تكون الارض موجودة معانا. الكلام انت قلته كارت احمر مباشر زي ما همت فيه مع بعض. ما فيش مجيش خلاف. ايوة. لكن مع وجود الارض الرجل ما خلت جزء من الارض. وبالتالي الارض دي بتقلل قوة وسرعة. عظيم. وبالتالي دي اقصى درجات التهور ده اللي بنكلم عليها يا كريم ده في الحتي احنا بنقوله مع الحكام ده الكارت الأورنج. اللي هو ايه بين الاحمر والاصفر. اللي هو اقصى درجات التهور. حلو. دي جديدة. فبالتالي بكلام ان هو كارت اصفر اه كارت اصفر اكسى درجات التهور ومحمد العدل خد الكارات الصحيح. اه. يعني ايبقى ان يستحق كارت اورنج يا كبت. حلوة دي جديدة انا او مرة خدت منك معلومة جديدة ان نهاردة كبتين جاية. احنا بنقول مع الحكام. اه. ان الاورنج ده يعني ايه يعني ما وصحش كارت احمر واكتر من كارت الاصفر. بس ما وصحش لكارت الاحمر. طيب. فبالتالي انزار مستحق وكارت تاني وانزار مستحق والطرد مزقود. عظيم. يعني النهاردة طاقب التحكيم بشكل عام قدى مباراة جيدة كابتين جاية. بص النهاردة اه محمد عادل عامل مباراة جيدة جدا. اه. محمود ابو الرجال المساعد الاول برضو قاررته كات ممتازة جدا ومميز جدا. اه. سامي هلاء المساعد التاني كان مميز جدا لمراجعات. ده سيوني اه. اه. حاكم فار عمل عمل برضو مراجعة كات مميزة جدا. انا بتكلم ان هذا الطاقب بالكامل. عامل مباراة احكمية جيدة. لما بالله حاجة كويسة يا كريم. لازم نشيد بيها. صحيح. كابتن كبير كابتن جاية جريشة. بشكل حاجة شكرا جزيح على كل هذه التوضيحات. مميزة كالعادة. طيب. نكمل. نهاردة اه. نهاردة ايه استنى. مكملت لكش كسة الشيناوي. من دخل الكابتن طلعت يوسف وكابتن جاية جريشة. كنت هتنسيني. احكي لك محمد الشيناوي ليه اقترب كثيرة من الرحيل عن النادي الالي. كابتن محمد الشيناوي تواصل مع كابتن محمود الخطيب. وقبلغه انه عايز يروح او يوافق على عرض الوحدة السعودي. الوحدة السعودي رفع عرضه لمحمد الشيناوي. رفع عرضه لمحمد الشيناوي انه يتقاضى في الموسم الواحد اتنين ونص مليون دولار. الشيناوي شايف انه العرض مناسب. كنت تغطي لحضر لكم قبل كده ان مارس الكولور لا يمانع رحيل محمد الشيناوي لو جاله عرض مناسب في وجود طبعا مصطفى شبير. وبالتالي احنا امام اقتراب كثيرا من الرحيل بالنسبة لمحمد الشيناوي. محمد الشيناوي عنده كمان عرضين من الدوري السعودي. بس هو يفضل اكثر عرض الوحدة ماليا هو المناسب اكتر لمحمد الشيناوي. كابتل محمود خطيب طلب من محمد الشيناوي انه يتم تأجيل هذا الامر لنهاية الموسم وان كان يعني في ترحيب بالموافقة على رحيله الى الوحدة السعودي. ده فيما يخص حكاية محمد الشيناوي. مارس الكولور النهاردة بعد المباراة في المؤتمر الصحفي تحدث كثيرا عن كثير من الامور. ولكن هاخد حاجة واحدة بس وخليك تسمع بقى المؤتمر براحتك يعني. بتساءل عن امكانية او الاحاديث اللي بتقول انه ممكن يمشي من النادي الاهلي بنهاية الموسم الحالي. وهو كان رده واضح انه عقده مازال مستمر مع النادي الاهلي وتتوقع فيه موسم اخر. هقول لك انا بقى. هقول لك رأيش. وهقول لك توقع. وكيل مارس الكولور موجود في مصر. ده ده اخد بالك بقى. لهقول لك ده كله تفسير. توقع. تحليل. وليس معلومة. شوف انا ببقى امين معك دايما. لو معاي معلومة هقولها لك. مش معاي هنقعد نفكر مع بعض. وكيل مارس الكولور في مصر. ليه. هل مثلا الفريق الان يحتفل ببطولة. لس. هل مثلا اه وكيل مارس الكولور اه جاي يزوره. مش معاي دلوقتي. يعني في حاجات كده ايه. توقع تفكر فيها وتوقع تتحلل. تصوري. انه اما وكيله جاي يتناقش معاه في حاجة. تخص مستقبله. وارد مارس الكولور نفسه. تخص لعبين اجانب. عايز يجيبهم لمارس الكولور وللنادي الاهلي. وارد. بس فكرة ان وكيل مارس الكولور موجود في مصر. اكيد. اكيد لها اسباب. ودينا بنبحث. يعني حد لا تنوصلناش لمعلومة. بس قدينا بنبحث في هذا الامر. لو الايام اللي جاية كان فيه معلومة اكيد. مش هنخبيها على حضراتكم. بس. رأيي الشخصي. انه نادي الاهلي. فورا. فورا. من امبارح. مش من النهاردة. روح جدد لمارس الكولور. قل له تعالى بقى انا هعمل لك عادة تلات سنين. هتقول لها كريم ما هو الدنيا بتتغير. وساعات المدارب بيبقى ماشي كويس وبعد كده الامور بيتبوز منه. هقول لك ما تكون يتعلم بقى يا جماعة. يعني وارد. وارد. شوف بقول لك ايه. وارد. وده ما ما حسوهش مع مارس الكولور. بس وارد مثلا يجي مارس الكولور للموسم اللي جاي بعد ما الاهلي يجدد له تلات سنين مثلا. ويعمل موسم وحش. مش بس كده. الاهلي يخسر كل حاجة. وده حاجة كبيرة جدا عند النادي الاهلي. طبعا يعني. ده الاهلي لو ما بيخسر بطولة بتبقى الدنيا بايزة خالص. ما بقى كنت لو خسر كل حاجة. ما يكمل. يورجان كلوب كام موسم يورجان كلوب كام موسم. سفري عد عليه في ليفربول. والناس استمر. ما انت نجحت. ما انت لي ديالات. وهتنجح تاني. بيب جورديولا. له مواسم سيئة مع مانشستر سيتي. واستمر. هتنجح تاني. بلاش. سير أليس بيركسون. كل هذه السنوات والتاريخ مع مانشستر اونيتد. في مواسم سيئة جدا. وكمل. أرسن فينجر. كمل. ليه. ادام انت تواصق في المدرب. وادام انت عارف ان المدرب بيشتغل. وارد جدا انه في بعض الاوقات تبقى التوفيق مش معاه. بس تعالى بقى ايه. تعلم فكرة انه المدرب يكمل. يكمل سنين. ما احنا. وبلاش. بلاش. مش بكلم مدارة النادي الاهلي. بكلم الجمهور. انت اسأل حاجة عندك ايه. ماشي المدرب واتلينا مدرب تاني. حتى لو مدرب ناجح. وبعد ما بيمشي المدرب الناجح ده. تقول ما ترجعه لي تاني. طيب ما كان عندك. قديك كم مثال. قديك امثلة يعني. مانو الجوزين مثلا في النادي الاهلي تلات مرات. حسين البدري مراتين تلاتة.شزالده في spinز مالك مراتين. كابتن محمود الجهري مع منتخط مصر. كتير بقى نماذج. يبقى ماشي معاك زي الفل. فتمشيه وتقوله عايز habla جاءه تاني. ما انت اللي مشيته. وما فيش مدرب تولي وقت بينجح. ما فيش مدرب في العالم. حياته كلها نجاحات. ممكن يعدي عليه عدم توفير. عشان زكاء كبير من إدارة النادي الأهلي لو قدروا يجددوا المارسي الكولر سلاسة مواسم قادمة على الأقل لأنه مدرب بيشتغل بيشتغل بالبلد يعني مش المدرب الأجنب اللي بيجاكل عايش لا بيشتغل ببساطة يعني طيب تعال نروح لجزء من المؤتمر الصح في المارسي الكولر بعد المباراة ونرجع نكمل كلامنا أنا طبعا ما شفتش الكورة دخلت في شنو الغير وأنا في الملعب نفسه فلازم أننا لما روح وشوف المطش وقايم المطش مرة تانية حقدر لنا أشوفها وقدر أقايم الغلط منين بالزبط لكن طبيعة في كرة القدم اللعيبة بتعمل أخطاء لعيبة الملعب العادية بتعمل أخطاء وبالتالي كمان الحارس ممكن يعمل أخطاء ده وارد في كرة القدم لكن زي ما قلت رحيك أنا هرجع تاني أشوفها كويس وقايم اللعب وقايم المستوى عماتهم في المباراة وأخذ قرار ده لازم أننا أخذ قرار الصحيح في الوقت الصحيح في كرة زي دي ممكن برضو ما يبقاش شناوي بس هو الغلطان في الأهداف اللي بتخل فينا أو دخل فينا النهاردة فيه كمان أخطاء بتبقى من مدافعين أخطاء ملعب خط النص حتى من مهاجمين في عمليات الضغط فكل ده ممكن يسبب أهداف فلازم أن أنا أقايم اللعبة كويس لأن التقييم ما بيبقاش خطأ فردي في أغلب الأحوال عادي أنه بيحصل في الكرة أن الفرقة بيدخل فيها أهداف أو أي فريق بيخلش فيها أهداف لازم أن أتقبل ده أنه جزء من كرة القدم طبعا ما حبش ما حبش أن أنا أدخل فيها أهداف وعايز دايما أدخل أي مباراة ما أدخلش فيها أهداف لكن بيحصل لما بتكسب بتتغضى شوية عن أن أنت دخل فيه جون لأنك كسبت في النهاية في ظل منافسة قوية جدا وعنيفة جدا مع بيراموز على صدارة الدوري على لقب الدوري السندي فأحيانا بتبقى خلاص بتتقبل ده بتتقبل أحيانا بعض الأخطاء عشان خاطر تعدي لأنه معدقة المواتشات ماتش المواتشات دي في المنافسة زي ما احنا إن شاء الله بالنسبة لموضوع السعودية وعقدي والكلام ده أنا عقدي لسه مستمر مع النادي الأهلي لمدة سنة كمان هو التغيير كان فني وبدني هو بدأ بالسؤال التاني الأول اللي هو السؤال بتاع الجناحين فهو التغيير كان بدني وفني لأن أنا كنت في اللحظة دي بدأت تحس إن أنا محتاج لعبة تكون فريش أكتر من كده في الجناحين وخصوصا إن أنا الأجناحة بتاعتنا بتبذل مجهود كبير جدا بدني سواء في خل الفرص مع الفرق اللي بتدافع كتير بتحرك كتير جدا وكمان بطلب منهم شغل ادفاعي كبير جدا بطلب منهم دايماً بضغط عليهم إنهم لازم يرجعوا فبيأواخد الخط كله ففيه مجهود بدني كبير جدا مع ضغط المنشاط اللي عندنا فاللعبة بدأت إنها تحس مناسب إن أنا أغير فيه واتكافئنا إن ده كان فعلاً وقت المناسب إن الاتنين لعيبة اللي نزدوا جابوا على طول كورنر واتلعب هم اللي لعبوه وكمان جابوه جون فده معناها إن التغيير كان مناسب وإحنا تكافئنا أو أصبتنا بالتغيير ده إن التغيير كان توقيته مناسب والتغيير الأفراد نفسه كان مناسب في اللحظة دي لا مش بالضرورة إنه هو بسبب ماتش بيراميدز بسبب الوضع العام يعني الوضع العام اللي إحنا فيه إحنا عندنا ضغط ماتشاط أعتقد ما فيش حد غيرنا متعرض له من أول الموسم في مصر عندنا عشرين ماتش من العام ومفو شهرين دلوقتي غير الضغط اللي كان قبل كده الناس بتنسى إن أنا قبل كده برضو كان عندي ضغط ماتشاط في البطولات الكبيرة والكتير اللي إحنا شاركنا فيها ما فيش حد غيرنا كده أغلب الفرق دلوقتي اللي في الدورة بتلعب ماتش في الأسبوع أنا بضطر ألعب ماتشين وثلاثة في الأسبوع فده بيقدي إن اللعيب أحيانا بيجي لها حال التعب التعب ده ممكن يكون مش بس بدني ممكن يكون كمان زهني أو بدني وزهني الاتنين مع بعض فبيبقى لازم اللاعب عنده من الخبرات في اللعبة الكبيرة واللي عندها خبرة في الأوقات اللي زي دي بتبقى عارفها خلاص أنا مش قادر لازم أقرس على نفسي لازم أجزة على نفسي لازم إن أنا أجي على نفسي شوية عشان خاطر اللحظات دي إن أنا قادر أعدي الماتش لغاية ما أنا قادر أفوق نفسي ما أهمتش نفسي في اللحظات دي بلس طيب دي حكاية حكاية أخرى النادي الأهلي في مهاجم تحت الأنظار الآن اسمه شمار نيتشلسون هو مهاجم جامايكي بيلعب في سبارتك موسكو الروسي مرشح للانضمام للنادي الأهلي والأهلي بيفكر فيه هو عنده 27 سنة بدأ مسيرته في نادي بويستاون في جامايكا ومنه انتقل إلى نادي دومزالي السوليفاني في صفقة انتقال حور في عام 2019 انتقل إلى ريال شارلولو البلجيكي قبل أن ينضم بعد ذلك بثلاث سنوات إلى سبارتك موسكو وفي الموسم الماضي أغير من سبارتك موسكو إلى كيلارمونت فوت الفرنسي عقده بيمتد مع سبارتك موسكو حتى عام 2027 خلال الموسم الماضي سجل نيشولسون أربع أهداف وصنع ثلاثة أهداف في 28 مباراة خضع مع كيلارمونت فوت الفرنسي مع سبارتك موسكو سجل 12 هدف وصنع أربع أهداف أخرى في 43 مباراة أما مع دومزالي السروبيني فسجل 20 هدف وصنع أربع أهداف في 56 مباراة أبرز فتراته التهدفية كانت لقدمها مع ريال شارلولو البلجيكي حيث سجل 31 هدف وصنع 11 هدف مع منتخب جاميكا خاطل 52 مباراة سجل خلالهم 19 هدف وصنع 8 أهداف مهاجم أركامه بتقول إنه هو مهاجم معقول جدا جدا يعني طيب ده فيما يخص النادي الأهلي أما فيما يخص نادي الزمالك فبحسب مصادرنا في نادي الزمالك أكدوا عدم صحة الأنباء اللي ترددت بشأن رفض عواد تجديد عقده مع الفريق الزمالك حتى هذه اللحظة ما عملش أي جلسة مع عواد من الأساس والاتجاه حاليا داخل مجلس إدارة نادي الزمالك هو عدم التجديد للحاس محمد عواد بلغ وكيله بالفعل إنه يبحث عن عروض خارجية الموقف حاليا بيقول إن الزمالك وعواد متفقين على فكرة الرحيل وما فيش كده كده أي جلسة أو محاولة للتجديد عواد سيرحل عن نادي الزمالك في حكاية جديدة في كثير من القضايا يعني يعني بقولها من قلبي يعني بشفك دايما على قدارة نادي الزمالك بيخلص حكاية تطلع له حكاية بيخلص حكاية تنزل له حكاية بص في كل حد مش عارفين يلحو أتشنبونج بيطالب الزمالك على الدفعة التانية من مستحقاته المتأخرة بقيله كام بقيله ربعمائة ألف دولار ربعمائة ألف دولار لعب منح الزمالك فرصة أسبوع فقط أسبوع فقط وإلا سيتجه إلى المحكمة الرياضية ويقدم شكوى جديدة في نادي الزمالك طبعا الزمالك دلوقتي في الوقت الحالي يعني عن طريق أستاذ عمر أدهم عضو مجلس الإدارة بيحاول يتواصل مع محامي اللاعب عشان يحل الأزمة سريعا ويتم تحويل المبلغ وما يتم اشتصايد الأمر مرة أخرى للمحكمة الرياضية دي حكاية النهاردة الشركة المتحدة الخدمات الرياضية أعلنت مواعيد كأس السوبر المصري 2024 ونظام البطولة البطولة إن شاء الله اللي هتقام في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة أربع فرق للموسم الثاني على التوالي مباراة نصف النهائي هتبقى 4 أكتوبر 2024 والمباراة النهائية هتكون يوم 7 من نفس الشهر هيشارك في البطولة دي كل من بطل الدوري بطل كأس مصر بطل كأس الرابطة المصرية وفريق رابع هيحصل على البطاقة الزهبية من اللجنة المنظمة طيب بطل كأس الرابطة بطل كأس الرابطة هيبقى مابين سراميكو لبطرة وطلاع الجيش تمام والأهل والبيراميدز أول وثاني تمام أول وثاني الدوري ركز معي الأهل والبيراميدز أول وثاني الدوري السراميكو أو طلع الجيش واحد فيهم هيخش هذه البطولة الرابع الرابع نادي الزمالك اشتبع عارف أجيب لك من الآخر أهو بديك المعلومة عشان هتسمع قصص وحكايات وروايات الرابع في هذه البطولة هيكون نادي الزمالك وهم من دلوقتي بقول لك أهو أهلي زمالك بيراميدز وطلاع الجيش أو سراميكا كليوباترا خلاص كده محسوبة الفرق اللي هتلعب عرفتك المعلومة وكتها عرفتك المعلومة عرفتك المعلومة حد تريبا بيقول لي لا أنت بتجزب في كتها الزمالكا كده هيشارك هو اللي هيخد الدعوة الزهبية اللي أهلي هيشارك بيراميدز هيشارك واللي هيشارك الرابع هيكون سراميكا كليوباترا أو طلاع الجيش بطل كأس الرابطة دي الحكاية بتاعت بطولة السوبة للمصر إن شاء الله إن شاء الله تبقى بطولة قوية وكبيرة النهاردة كيلين مبابي ريال مدريد قدموا للجمهور قدموا للجمهور تعالوا ليك شوية صور بس حلوة كده وبعد كده هنوعد يدردش كلام لذيذ في القصة دي قصة الجمال هماشة ده شوف ترسين عمري كلها أنا لقد قلت لك ندوة الأستاذ مليان على الآخر كده عشان بيقدمه لاعب مش هتصدق حتى لو كلا ينبابيه يعني مش هتصدق بس جمهور الريان مديد يبخته هناء وساعدته إنه المشهد ده عاشوا كتير قوي عاشوا مع عزدان وكريستيان ورنالدو ورنالدو البرازيلي ومارسيلو وبنزيمة وفيجو عاش المشهد ده كتير قوي عاش المشهد كتير قوي فايزة العماري والدته ووكيلة أعمال مبابيه كانت موجودة وكان لها وردود أفعال كتير قوي في المدارات النهاردة حتى كثير من الناس على السوشيال ميديا خدوا اللقطات بتاعتها على فكرة هي واحدة من أهم أغنياء العالم يعني ووكيلة اللعب ووكيلة اللعبين أخرين وهي من الناس شطرة جدا في شغلها طيب ملحوظة لذيذة بقى في الحكاية دي ملحوظة قديمة جديدة قديمة جديدة اللقطة بتاعت النهاردة دي ريال ما دي تكسم منها كام تكسم منها كام يعني مبدئين كده مليون يورو بسم الله الرحمن الرحيم استفتحنا بمبابيه بمليون يورو شوية التذاكر اللي بيعوها في المدرجات دي مع شوية بيع قمصان كده قليلة كده في المتاجر الخاصة بالنادي خدوا مليون يورو لسه ما لمسوا الكورة ولسه ما لمسوا الكورة ولسه ما لمسوا الكورة كتيرة بقى هتتباع وقصة وحكاية نسمعت الرؤية دي كتير لان دي دي لما بتروح تدفع ملايين في العيبة بتكسب من وراها ملايين من قبل ما يلعبوا كورة مش بيدفعوا كده في الأرض عارف الناس اللي بتدفع ملايين في الأرض لكن ما تعرفهمش لكنهم ما بتفعوش ملايين في الأرض تسمع بقى الأرقام الخزعبلالي بيدفعها هناك دي ما بتفعوش على الأرض كل جنيب يتدفع باخد قد عشر مرات دعاية والتسويق وبطولات وإنجازات وتفاصيل كتير اهو نهارة تمامين ألف مشجع في المدرجات تمامين ألف مشجع بيحضروا تقديم لاعب مش مباراة نهاية دورة يا بطال أوروبا نقول تقول هالك نعايف إنك عارفها بس أنا بنفضفض مع بعض نروح لفاصل بعد الفاصل نستقبل الكابتن الكبير كابتن علي غزان نجم ومنتخبنا الوطني ألا سابق خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذا الفقرة ديف عزيز جداً هو كابتن كبير كابتن علي غزان نجم ومنتخبنا الوطني السابق كابتن علي منور الدنيا أنت اللي منور والستوديو منور بيك حبيب وحشنا جداً الحمد لله والله أخبرك إيه كله كويس؟ كله زال فل تابلي دلوقتي؟ والله دلوقتي أنا اعتزلت السنة قبل اللي فاتت والسنة اللي فاتت انضمت في الجاز الفني بتاع ودي ديجلا كنت أسستنت مع كوتش إيجر طوليش كرواتي والسنة دي إن شاء الله أخد تجربة جديدة كده بإذن الله كمدير فني؟ كمدير فني هاي بس تحت هنجيبها من تحت يعني هنجيبها من تحت عشان كبداية لازم أكون في مكان هو واسق في القدرات اللي أنا أقدر أعملها وأكون مع مجموعة أقدر أحط الفكر اللي أنا عايز أعمله وفيه من بعض الناس والت راجل اللي ليك التكريبة تحترف في أوروبا كبير يقول لك لا أنا ما نزلش تحت أنا لو هستنى بقى لك ما يجيلي ممتاز ما جديش ممتاز أنا مش هشتغل والله في ناس بيجي لها الفرصة في ناس بيجي لها الفرصة عندها القدرة إن يجي لها فرصة إن تجي لها مثلا حاجة في الممتاز ولكن مع مرور الوقت بيكتسب بحيس إنه اللي بيبدأها كده بيكتسب ثقة زيادة شوية إنه هو خلاص بقى في الليفل ده وما بيبقاش ناجح بعد كده ما بيعرفش يكمل ما بيبقاش ناجح بيبقى في الليفل كده اللي هو يعني في الوسط أو ممكن يمشي من فرقة يمسك فرقة في حتة كده بس إنه هو يكمل يتطور إنه يمسك فرقة كبيرة مثلا في مصر وبعد كده يمسك فرقة بره مصر ما فيش طيب قبل ما أخش معك في الحاضر واللي بيحصل في الكورة ومبارات النهاردة كمان بين الأهل ومودرن سبورت عايس ألك في مسيرة الكورة وإنت لاعب كورة المسيرة دي أنت راضي عنها بنسبة كم في المية؟ حيث أنت عملت فيها كل إنت نفسك فيه ولا لأ؟ كل اللي أنا نفسي فيه لأ فيه وقت من الأوقات عملت حاجات غصب عني يعني إيه غصب عنك؟ غصب عني كان فيه حاجات يعني فيه فترة من الفترات فيه انتقال مثلا أنا أجبرت عليه إن أنا كان لازم أمشي انتقال بتاع الصين ده مثلا يعني كان النادي أصرر إن أنا لازم أمشي وأقبل العرض بسبب الظروف اللي كانت في النادي والعرض الكويس اللي كان جايل للنادي وأنا مكنتش حابب إلا أنا أخذ الخطوة دي كنت قلع فين وقتها؟ كنت قلع في بيرتغال وكان عندي عرض في ألمانيا ساعته فاللوى عرض الصين الرقم أكبر وكان لسه الفرقة بتاعت ألمانيا ما بعتتش الأوفر هذا أثر شوية على مسير آه بالضبط أثر علي أكبرت إن أنا مشي والعودة بتاعتي لمصر برطو دي كان حاجة يعني كان ظروف عائلية ظروف عائلية آه دي خليتنا أرجع أسيب اليونان هل كنت سأقولك ندمان على القرار ولا لأ؟ بس تقول إنه جاي غزبا عنك مش ندمان لا لا مش ندمان يعني القرار بتاع الصين ده أنا مفوش بمجال الندم أنا مخترتوش طبعا طبعا ده مش خطير كان لازم كان لازم رأى بس ده اليونان ده لأ طبعا ما ندمتش آه ما ندمتش لأ اللي هو من اليونان لمصر من اليونان لمصر طيب المسيرة دي أحلى حاجة كانت فيها ايه؟ أحلى فترة فيها كانت ايه؟ آه التجربة نفسها أنا من وانا صغير كان نفسي إن أنا كان عندي هدفين إن ألعب في منتخب مصر وإن أنا احترف آه والحمد لله أنا حققت اللي كنين آه التجربة بدايتها كانت صعبة شوية خارج من مصر رايح ألعب في الداري بورتغالي بلد مختلفة لغة مختلفة أنا كنت أطلع بأتكلم إنجليش بس هناك بأتكلم بورتغالي فشوية شوية كده آه ولكن الفترة بتاعت بورتغال دي كانت أحسن فترة أنت طلعت من مصر وانت عندك كم سنة؟ آه عشرين ورايح على واحد وعشرين عشرين سنة روحت فين في البرتغال أول فرقة؟ روحت نشن على المدارة طيب أنا فاهم إن اللي بيطلعوا في سن الصغير دوت للبرتغال الفريق الصغير مش فريق من الفرقة الكبيرة في البرتغال ما بياخدوش فلوس خالص تالي فلوس بتبقى إيلا جد فلوس إيلا صحيك يا ده؟ صحيك يا ده؟ ويقولك إيه؟ ده اللي حصل دلوقتي ده اللي بيحصل دلوقتي ده المختلف أنا كان هدفي إن أنا عاوز أحترف فأنا عاوز أحترف أنت تقبل بالوضع اللي إنت فيه وبعد كده لما تتطور تقدر تحقق فلوس كويسة في المسيرة بتاعتك كان هدفي كرة بحثة إن أنا أحقق حاجة أنا عاوز أوصل لها عارفين أنا مسك في الحتة دي؟ عشان عايزة أقول للناس كمان الجملة اللي إنت قلتها دي إن أنا عايزة أروح أحترف بالضبط وبالتالي إنت لما روحت أول ما روحت المعاناة كان جزء منها اللغة اللغة إيه الجزء التاني؟ الجزء التاني إنت رايح لوحدك في مكان هي التأقلم بيبقى على البيئة عموما في العادات في الحياة عموما تبقى مثلا إحنا خارجين من مصر هنا إحنا الدنيا على طول مفتوحة وكل الناس متاحة وتتعامل مع دا ومع دا حتى لو ناس متعرفهاش فبتطلع بره تلاقي أجواء مختلفة الناس لها نظام مختلف دي كل حاجات إنت لما تتأقلم عليها بتاخد وقت لما تتأقلم على حاجة زيكا معاك أحسن بيت ومعاك أحسن العربية لما سفرت؟ لا طمم ولا كم عالة دا ولا دا ولا أحسن بيت ولا أحسن العربية؟ لا لا خالص بتعاد فين بقى وقتها أول ما سفرت؟ أول ما سفرت عدت عند الوكيل بتاعي في البيت لحد عدت حوالي شهر لحد ما النادي جاب لي شقة واروحت عدت في الشقة دي وكانت بييدة عن النادي حوالي 25 ديئة تقريبا وما كانش معها عربية خالص فكنت بكلم صاحبت على طبعا الناس في الفرقة فكان فين لعيبة بطلع معهم بروح معهم بالعربية وارجع عارفت طريقي عارف ليه بس ألك التفاصيل دي مهمة ليه؟ انه في شاب صوائر بتبقى فاكرة انه اي حد بيطلع من مصر على أوروبا هبت دولارات بقى واليورهات وانت رايح تتنغنغ وانت مش رايح تلعب كورة؟ دي الفكرة غلط كمان احنا خارجين يعني ما قصدش حاجة بالله أنا أقوله ده بس احنا برضو خارجين بالدوري من مصري فمش خارجين مثلا من أسبانيا ولا خارجين لا فاحنا الدوري مصري بالنسبة للفرق في الدوريات الأوروبية انت طبيعي هتروح الترانسفير بتاعك مش هيبقى عالي السلري بتاعك برضو مش هيبقى عالي فدي حاجات مهمة اللعبة اللي خارجت من هنا يعني بدفع فيها فلوس كويسة لانها كانت بتلعب منتخب بقالها فترة ووليها اسم والنادي طلب فيها فلوس كتيرة فبرضو لما راحوا برضو ما كانش يعني النجاحات مش كبيرة أول لما أنا خارجت من ودي دجلة أنا أنا راضي كنت راضي طالع وراضي بأن لأنا هاخده وتمام ما فيش أي مشكلة دلوقتي لما الفلوس دي بتطارد على لعيبة هنا فاللعيبة هو أصلا قاعد في مصر هنا لما بيجي يلعب مطشين كويسين بيتقالعلي نجم وبياخد ملايين الملايين وبياخد ملايين وتلفزيونات وإعلانات والدنيا جميلة جدا وهو أصلا يعني عشان يطلع أوروبا الموضوع أصلا أخد وقت فالآخر يقول لك لأ أنا مش هزالها طب بعد المسيرة دي كلها بقى ما بيجيش تقول إيه؟ والله لو كنت فضلت في مصر كنا هيحصل معي نفس الكلس كنت خدت الملايين وخدت الشهرة وخدت النجومية والنسبة والضبيعي احنا معروفها كان الكابتل عبزار الساعة معي هنا قريب ويقول لك لو كنت لقيبت أهلي والزمالك هتحق يختلفت تماما أهلي والزمالك الحديدة أنا بنفس الكلام أه يعني لو كنت موجود هنا لو كنت مكمل في دي كلها بالوضع اللي فيه مكنتش عملت انتقال مثلا لأهلة أو زمالك لا وكنت يعني يعني عادي هطلع من دي كلها مثلا نروح نادي تانية وكده ما كنش هحقق أطوى دلوقتي قبل ما تطلع من دي كلها كان في حد من أهل والزمالك بيفكر فيك؟ أه قبل ما أروح دي كلها قبل ما تروح ديجل الأقرب كنت فين وقتها؟ كنت في السكر حديد وأنا صغير 14 سنة الأهلي والزمالك والمقولين بس كان من اللقرب يعني من اللي كان جاء عنده جدهات؟ الزمالك الزمالك حتى روحت اتمرنت معهم ساعتها كان من اللعيبة ساعتها وقتها؟ كان عمر الجابر ومحمد إبراهيم في السنة ده ده الجيل الأقرب دولة أكتر كنين معرفين نيجي قبل ما نروح للحاضر بلا أو الحاضر هو يعطيب الحاضر والماضي كمان إحنا ليه عندنا مشكلة في قولاؤلت اللعيبة؟ يعني دايماً دي جملة مكررة عندينا مشكلة في اللعيبة ما عندناش اللعيبة مهرية كتير ما عندناش مدافعين رقاءين كتير ما عندناش موجمين كتير ما عندناش بكرايت كتير ما عندناش ليفت بك كتير دايماً عندنا قصور في كل حاجة اين مشكلة؟ المشكلة في إنو أنت راجل خضت وتكريبة تحترفه والآن مدرب؟ التأسيس التأسيس بتاللاعيب منوها صغيرة معظم المدربين خصوصا في النشئين بتعتمد على الإمكانيات بتاعت اللعيب اللي هي المهارة الفطرية اللي هو مولود به هدل له اللي هو جاي به فمسلا المدرب بيعمل اختبارات فيجيب له لعيب مثلا سريع وبيلعب هيدرس كويس فيقول لك لعبه مهاجم عشان يجري ويطلع بدماغه والكلام ده كله أوكي ما فيش أي مشكلة انت حضره في المركز ده بس هل هو تعلم ازاي يستخدم سرعيته ازاي يستخدم المساحة يجري امتى ويقف امتى ويطلع يطع قدام المدافع امتى والحاجات دي كلها دي الحاجات الاساسية اللي اللعيب لازم يتعلمها هواش غاية فاحنا هنا معظم التأسيس بتاع العيبة بيبقى يطلع على الإمكانيات بتاعته إمكانياته هي اللي وصلته انه يكمل ويبقى في الحتة دي انما الإمكانيات دي لازم تتوظف صح ده اللي بيفرق اللعيبة برا عن اللعيبة هنا انا عايز تقولي انه اللعيبة عندنا عندها المهارات الفطرية القدرة انها توظفها بشكل سليم فعشان كده بتيجي بتشوف دلوقتي لا ما تشك كتير فيها اداء عشوائي مع ان اللعيبة مش وحشة بس يبقى لعيب كواس جدا ماشي بالكرة يروح عامل باس مثلا غريب يروح داخل لجوه مفوض يجري البره فتحس ان هو بيعمل اي كلام هو عنده المهارة وعنده السرعة ومسلا هو بيعرف يشوت بس بيعملهم كلهم غلط فيبنا ان هو وحش بس هو مش وحش النهاردة المباراة المباراة العليو مدرن سبورتك هيتممتعة بالنسبة لك ولا لا 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 خالص ليه لا بقى اللي ما عجباكش نهاردة في المباراة المطشاط مؤخرا يعني ما فيهاش حاجة يعني ممكن المطشاط بتاعة اوروبا لما توجي توقع تتفرج كده ممكن تتعلم حاجة تشوف اداء تكتيكي مثلا كويس فرقة لها شكل كويس في ندية مثلا حتى لو فيه فرقة مش بنفس قوة الفرقة التانية بس حتى في شكلها الدفاعي وهي بتدافعت لها مثلا بتدافع بشكل منظم ان هي تخرج من حالة الدفاع لحالة الهجوم بشكل منظم فاحنا هنا مش مش موجود الكلام ده نادر ان لما بتلاقي فرق هنا لها فعلا شكل في الملعب ما بتعتمدش على اداء فردي بتاع العيبة حد مثلا بيمسي الكورة بيعمل دريبل او كده معظم الفرقة هنا كان كل فرقة فيها اتنين او ثلاثة هم دول اللي فلتة لو مش موجودين الفرقة متبقاش موجودة انما كتيم كامل ازاي بيشتغل ازاي بيتحرك حتى لو زي ما بقولك حتى لو واقفين تحت الكورة كلهم بيدافعوا بس ما فيه تكتيكي كده برطه ان انا اعرف ادافع اقف تحت الكورة شكل كويس بس ازاي تحول بقى من الشكل ده اللي انا هاجم دي حاجة تاني مختلفة فما فيش ده فهنا لو يقف تحت الكورة ويدافع ويشلت يا اما فرقة تانية عملا مسك الفرقة تانية بتهاجم مثلا زي الاهلي مثلا في معظم المرشاط الفرقة بتلعب تحت الكورة لما بتجي تلعب الاهلي وهو بيحاول بيحاول يختارك من الجنب يعمل الكور في ظهر المدافعين يعمل الكورة العرضية حاجات دي كلها عجبك النهاردة استغلال الاهلي لكورة السبتة شفت فيها تكتيك ولا شفت انا شايفه مؤخرا الاهلي بقى كويس بقى كويس في الموضوع ده كان زمان فرقة موسيقى لما يجي تلعب فرقة بتاعت مثلا شمال افريقيا كانوا دايما احسن منه مؤخرا الاهلي حتى في افريقيا وفي الدوري بيجيب جوان كتير من كورة سبتة ودي حاجة تطور فيها ده شغل مداري اعتقد او لان مؤخرا الموضوع ده حصل لاخر كام سنة والاهلي احرص منها الاهلي اخد بطولة افريقيا من كورة سبتة فبدي حاجة كويسة وهي حاجة مهمة كورة سبتة دي مهمة جدا انت ممكن تعمل كل حاجة في الماتش وفرقة تهاجم هاجم يجي لها كورة سبتة تجيبها الجون والماتش يخلص والعكس حيح انت ممكن تلعب مع فرقة مقفلة زي النهاردة موضر نفوتش بتقفل كويس مش طعف تشتغل بكورة متحركة فتشتغل على كورة سبتة والاهلي اذا عمل كده جونين من كورتين سبتتين خلص الماتش اكتنين واحدة مارسي كورة بشكل عام رأيك في ايه؟ لا طور الاهلي جامد طور الاهلي جامد في شكل الاهلي بيكسب مرشات تقيلة البطولات كمان بتفرق يعني حتى لو هوا بيؤدي اداء كويس واوقات كتير بيؤدي ادوحش بس بيكسب بياخد بطولة فأكيد فرق فرق في تاريخ النادي البطولات دي بتتضاف لتاريخ النادي وفي لعبين كمان بتحسنوا بشكل ملحوظ كنت تفرج على الاهلي مع بيتسو موسماني اه كنت تفرج عليه بيتسو موسماني مدرب ناجح زي مارسي كورة ما هو مدرب ناجح بس اللي يفرق الاثنين عن بعض بنظرة مدرب وبنظرة لعيب كبير يعني الاثنين ليهم تاكتك مختلف شوية ممكن بيتسو كان تاكتك بتاعه اهدى شوية من كورة ان هو عاوز يحتفظ بالكورة بص قصير ان هو يقدر يستدرج اللعيبة بتاعت الفرقة التانية يحافظ على الرتم الباصك كتير القصير اللي بيجيب الفرق بيخلي الفرق مثلا تطلع عشان تضغط او كده وانه هو قدر يستغل المساحة دي يطلع بشورت باصل ده ده الاسلوب بتاعه ساعات ممكن ينجح وساعات ما ينجحش ما كانش شارس قوي صح ولكن كورة يعني تحسوا لعبه دايركت شوية لو الوقت الاهلي مثلا مش معاه الكورة تلاقي معظم اللعبة تحت الكورة مهما كان بيلعمي النهاردة كان بيحصل في الماتش بتاع النهاردة ما تشك كتير بتبقى فرقة مسك الكورة تلاقي فرقة كلها تحت الكورة اللي بيهاجم دلوقتي بيهاجم من الجنب بيعمل كورة طولية في ظهر المدافعين بيعمل كورة عرضية بقى عنده كان عنده مشكلة في حتة المهاجم لعب دماغه كويس عشان الكورة عرضية جاب مهاجم فهو قادر يخدم على الطريق اللي بيعمل بيه حتى باللعبة اللي بيجابه فتحسوا ان هو شوية بيستغل كذا حاجة غير موسيماني موسيماني كان معتمد بس على اللعب القصير اللي حتفظ بالكورة كتير اللعبة طلع الفرقة من أماكنها عشان نعرف نستغل المساحة غير كولر بيستخدم كذا كذا هايل هايل تحديد ده عظيم بعيد عن الاهلي بيرامد السنة دي ليه شكله مختلف ليه منافس حقيقي على لقب الدوري ايه اللي اختلف انا كنت شايف السنين اللي فاتت من ساعة ما بيروز نتعامل ان كانت ان انا اجيب نجوم نجوم أسامي كبيرة اجيبهم كلهم في فرقة واحدة على قد ما بتأثيرها كويس على قد ما بتأثيرها وحش ما قصدش مش تقليل من الأداء بتاع اللعيبة ولكن الأجواء عموما بتاع المختلفة فيه الناس الناس بتشوف المنتج الأخير اللي هو المطش انما في حاجات قدت اللبس تقصت بالظبط كده قدت اللبس ممكن يحصل فيها مشكلة مش مشكلة خنيها تقصت بالظبط كل يوم التمرين كل يوم موجود فيه ناس أدوار مختلفة في حد كان بيعمل دور معين في النادي بتاعه دلوقتي جايبها فيه كذا واحد فالحاجات دي بتأثر ساعة الأداء مع اختلاف المدربين مدربين كتيرا كويسة مسكة بيرمز طبعا بيرمز كاب كل الأسامي اللي جاءها أسامي كبيرة صح مصريين أو أجارب بالظبط ولكن كانت الاستمرارية في الحد دي ما كانتش أحسن حاجة طيب شوية ابتدت الموضوع ده أعتقد لما بيرمز ابتدى يجيب اللعيبة اللي هو فعلا محتاجة صح مش الأسامي بس اللي هي تعمل ضجة ورحوا بيرمز لأ بقى بيجيبوا لعيبة صغيرة اللي يجيبوا في المركز ده كويسين الأهل مثلا أو الزمالك كانوا عايزينهم فبيخش فيما نفسه يجيبوها فالاحتياجات لما ابتدوا يجيبوا احتياجاتهم فعلا إن هم محتاجينها في الفرقة وجددوا الواضع بقى أحسن مع مدرب اللي موجود ده مدرب كويسين أجانب كمان اللي في بيرمز هم أفضل يعني أفضل مجموعة أجانب مع بعض في الدول هم مع بعض وتقريبا يعني أعتقد فردي يعني كمان أدأهم الفردي لا أنا أقول إن كلهم كويسين كلهم ده حقيق ما فيش واحد مثلا من طريقة واحد اللي موجودين حاليا هم فعلا ويسو ميلي وفاخي لقاي وواليد الكارتي وبلد توري كلهم مميزين كلهم مميزين كلهم مميزين طيب المنافسة بقى أهلي بالبيرمز الآن تقدروا إنها تحسمت أو لسه ما تحسمتش لا لسه طيب عندك توقع أو إحساس يعني لو رقميا لسه ما تحسمتش أنت بقى على ضوء ما يحدث في الدولة الآن تقدروا تتخيل توقعي إن اللي وصل له بيرمز دلوقتي حاجة كبيرة إنه يكسب المتشاط دي وراء بعض بالشكل ده حاجة كبيرة ولكن في الكرة فيه بساعات بيحصل كده إيه زي اهتزازات كده المتش الأهلي اللي فات ده كان هزة هزة كبيرة لو ما يدروش يسيطروا على الموضوع ده وإن هما يكملوا بنفس القوة اللي كان عليها قبل المتش ده هيقدروا إن هما يرجعوا تاني ويبقى فيه ضغط كمان على الأهلي الأهلي عنده متشات لسه مؤجلة صحيح ومعروف إن الأهلي ومؤخرون لما الأهلي بي رتم المكسب إحنا عندهم في الكرب نقول المكسب بيجيب مكسب وطول ما أنت بتكسب والوقت كمان قصير فدي حاجة مش وحش طالما الأهلي عنده سكواد كبير وأنا الوقت بتاع المتشات مش كبير فلما بتكسب بتبقى أنت حاسة تروح المتش اللي بعادية عشان تنزل تكسب فيه روح كده بتبقى موجودة في الفرق يعني تقولي إنه الضغط بتاع المباراة الدوت ممكن يبقى مفيد للأهلي مش مدر حالياً بمفيد لأنه إنت مفيش غير الضغط ده اللي بيحصل قبل كده كان الأهلي عنده ضغط متشدة وضغط أفريقيا وبعد كده يجي ضغط متشبة تاعت الدوري فأنت دلوقتي عندك المتشبة تاعت الدوري حتى لو فرق الأهلي اللعبها منافسين أقوية ولكن الروح اللي بتاعت المكسب دي بتبقى كويسة بتدي حافز حافز كويس نفسياً وبدنياً خصوصاً للأهلي زي ما قلتلك عنده سكواد كبير عشقات كبير كلهم أساساً لعبها أساسية مباراة الأهلي والبيرامنز القادمة حاسمة على رقب الدوري؟ لو الأهلي الكسب هي حاسمة خلاص خلص الموضوع انتهى ده وجهة نظري إنما أهميتها البرامنز أكتر من الأهلي أهميتها البرامنز أكتر من الأهلي ونتعلى كلامك ده إنه لو بيرامنز الخسر هو بره المسابة لا خلاص لكن لو بيرامنز كسب بقيت العملية رجعت فيها توازن هيرجع فيها توازن لأن مطشط برضو لأن هتأثر على الأهلي هتأثر عليه نفسين هتضغط على الأهلي بالزبط كنا كل ما كانت تريبة كل ما تضغط على المنافس بقى زادت إنما تعادل أو مكسب الأهلي أنا شايف الموضوع انتهى الموضوع هي بقى ده وجهة نظر من أفضل مدافع في الدولة المصري؟ عبد المناء محمد عبد المناء عجبك أداءه؟ عجبني أداء ولو إن عنده شوية حاجات كده محتاج يتزبطها زي؟ زي السقة الزيادة هو لعيب قوي وسريع فما ينفعش إن أنت تعتمد طول الوقت على الكنين دول فإن أنت تسيب مساحة بس المهاجم عشان أنت تعرف اللي أنت هتسبقه أو تديله تسيبه سنة عشان أنت تعرف اللي أنت أقوى منه حاجات دي ساعات بتخون وكمان في وقت من الأوقات بيبقى مثلا طالع بالكورة من تحت أو كيف فهو كورته كويسة فمش عاوز يعمل الباص السهل عاوز يعمل الباص يبقى شكله حلو أو حاجات دي الحاجات دي بتمشي كتير بس فقوك كتير هتكلف جامد فدي حاجات صغيرة دي ممكن تتحسن يعني مش عيب اللي هو مايتحسنش إنما لأ دي حاجة ممكن يشتغل إليه هيبقى أحسن فيها هيبقى أحسن من كده بكتير في مدافع في الدورة عجبك غير محمد عبد المنعم عجبك حسوا بروميسينج حسوا أنه ممكن يتشاف كويس يبقى في المستقبل هيبقى ممتاز في مدافع غير محمد عبد المنعم في مدافع حتى لو مش صغير مش شايف لا مش مش شايف بس مش كل الفرق صراحة متابعها بشكل 100% يعني ممكن يكونوا مشات كبيرة سلاب القويس بيقى في النفسه هتشوفه ده حي بس هو فريق عن كل الموجودين عبد المنعم مين نقطة اللي عيب في نص المنعم بيعجابك في نص ستة ستة هيا فرق قليلة اللي بتلعب بستة ارتكاز سابت مفيش تقريباً غير الاهلا كتر فرق ملفتة بتلعب بستة سابت مبتلعبش بكنين مين في نص المنعم؟ مراوان اعتقد هو الوحيد في الحتة دي الكويس مين تاني في نص المنعم بس هو 8 بيع أو 10 أو طيب بيعاً في نص المهر كويس امم معشور طبعاً كويس افشا ولانه مش بيشارك مأخراً بس كويس افشا النهاردة شارك اساسي اه غياب افشا عن المباراة اللي المضاءة كنت شايف انه لأمور تكتيكية في الملعب ولا انه شايف انه افشا كم مظلوم وكان المفودي بيشاركتوا للوقت لا دي وجهة نظر مدرب وتكتيكية بحثة ما اعتقدش انه في حاجة اي مشكلة خالص والدليل انه عشركه النهاردة اساسي بالزبط يعني كان المجهود فيه مطشط بيبقى محتاج مجهود مثلا اعزاء مطشة مثلا الاهل مش هيتحمل ان افشا وامام عشور يكون اللي اكتنين بيلعب ايوه دي بقى نقطة اللي كنت عايزة تشرح حالي بالزبط اه انه في كتير اي او ناس تقول لك انه افشا وامام دائما مفروضي لعوه مع بعض لا خالص فيه مطشط مش هينفع مثلا زي بيرمز ده عندك نص ملعب فيه بلاتي توري بيوفع كورت كويس فيه والد الكارتي كويس في مهند لاشين ارتكاز مثلا كويس فالفرقة زي كده هم قريدي عندهم حد ارتكاز سابق فمش هتبقى خسران ان انت تزوق يبقى فيه واحد مثلا زي امام انه هو بيكمل قدام شوية ويفضل ويفضل قدام شوية بس محتاج حد تاني معه مجهوده عالي افشا مش كده مش زي مثلا كان اكرم بيعمل كده المطش اللي فات مجهوده عالي بيعرف يطلع ويرجع في نفس سؤالات ويقوي في الحتة بل نص ملعب وعندك مروان كان ثابت فكان دعم كان عملت ازان شوية لنص ملعب بتاع الاهلي لو كان بيلعب بنفس التشكيل النهاردة ده نفس التلتة النهاردة المطش اللي فات كان هاي الاهلي كان يخسر نص ملعب كان يخسر نص ملعب مين مهاجم بيعجبك في الدولة المصرية المهاجم بتاع بيرامدس بس لمايدي اه بس لمايدي مهاجم كاس جدا بيلعب بدمغه كويس بتحرك في مساحة سريعة وسام برضو سام أبعالي مهاجم كويس في اوفا في ام بي اي كان عامل شغل كويس دول طريبا اكتر وحسام حسن وحسام حسن سموح دول اكتر اللاعبات دول اكتر ناسة وفرقين فرقين في الفرقة بتاعته جامل كابتر علي شرفت ونورت ودايما القادة معاك حلوة ومش عايزة ان تقرص فالله انا مشكرك شكرا جزيلا انا مشكرك وفعل الحلقة الازيزة ان شاء الله نتقابل كتير بإذن الله نتقابل كتير كمدير فني لفريق علامة استفهام لحد ما ان شاء الله 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 لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل اشرفني وينورني الاصدقاء العزاء محمد جمال ومحمود شاكل خليكم معنا يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى يشرفني وينورني في هذه الفاكرة محمد جمال ومحمود شاكل ودي خلاص بقيت عادة فمش محتاجة اعدمهم بتعديمات كبيرة قوي عشان هما نجوهم اصلا كده كده يعني جيمي بنور حبيبي يا كيمو مفسوطا انا موجود معاك كالعدم وحلو بليزر البيجي شكرا شكرا حبيبي يا كيمو ده نورك وحنا نجوهم عشان معاك يا كابتن كيمو بس البليزر البيجي ده حكاية صح كده حكاية صح كده جيمي قبل ما اخوضش الهوى النهاردة قال لي هوعيدك ان انا هقول لك قصيدة شعر النهاردة تفتكر هينفذ الوعد ما اعتقدت اللي وعدك يقول ما انت وعد تاني احصلتش انت عارف الاتفاق ماشي موافق مرة جاية ما همشي شغل الموبايل الموضوع سري انا هقول لك محمود قال لي هقول لك قصيدة شعر وهو 500 جنيه تمام بس ما اتشغلتش الموبايل فانا مش شغل الموبايل وهدينه 500 جنيه طب ايش احنا على الهوى هو كمان ينفيش موبايل ويطلع على الهوى الحلقة الجاية ان شاء الله ممتل على وليو طيب محمود النادي الاهلي النهاردة كسب اتنين واحد كان متأخر بهدف قدر يسجل هدفين ومن كرات سبتة حبيب تبدأ به حبيب ابدأ بالهدف التاني اللي جي من الكورة السبتة اللي دخلت للنادي الاهلي علشان الهدف ده اولا ماتشو مكنش فيه حاجات كتيرة وطبعا احنا دقض نزاك نجيب حاجة بس في الاول وفي الاخر اللقطة اللي جت هي ماتشو مكنش حلو ماتشو مكنش حلو مكنش فيه كورة ووضح الارهاق كبير جدا على لعب النادي الاهلي ضغط كل ثلاث ماتشوات بها يبدأ يبان الفترة اللي جاية بس الهدف التاني اللي جي للنادي الاهلي هو شغل المتفق عليه وحصلت في الديئة 38 في الشوت الاولاني تعال نشوف بص هنا لحظة لحظة نرجع بقى ايه وقفشة بيكلم حسين الشحات بيقوله حاجة بيقوله حاجة بيقوله حاجة ايه الحاجة دي بالزبط يا بيقوله على حاجة فهتلاح حسين الشحات على طول هيقوم جاري ولاعب الاوفر على طول اول ما الاوفر تلعب نقف بس لاحظة بس لاحظة لا معانيش انا يسف قبل الاوفر ارجع تاني عشان ارجعوش تاني شباب معانيش انا هدايك شوها محمول لا لا برحفة عشان ازود على كنامك بس تفضل كابتن طلعت يوسف كان معي على التليفون دلوقتي وقال لي انا منبه على لعيبة مودن سبورت خدوا بالكو الاهلي بينفذ الدربات السابطة بسرعة جدا عشان من الحقش ان اتمركز ده حقيقي هو ده اللي حصل دلوقتي ده حقيقي بس ده لي علاقة بالهدف اللي جيه التاني للنادي الاهلي يعني اول ما الليعبت لعب نفتح الكادر هنشوف حاجة مهمة جدا اول ما هتو طبعا كل الدنيا وكل افريقيا وكل مصر عارفة ان اكتر واحد بيطع القريبة يا طهر محمد طهر يا ايه لا محمد عبد المنعم صح فكل الناس تركزها مع مين مع محمد عبد المنعم بص بقى على طهر محمد طهر لما بنرجع بقى لحظة بس في الاول خالص هتلاقي ان طهر محمد طهر كان وقف قدام مين قدام الجون عشان تشتيت الناس كلها معاه وهو مفروض انه واقف هنا عشان خطر يعمل بلوك للجون ان الجون لما يطلع ياخد الكورة يدايقه بس هو ما كانش هو وقف عشان يدايقه هو وقف عشان الناس كلها تاخد التشتيت بتاع اللعيب المدر ان تاخد تشتيت العب ناد الاهلي كلها وفي الاخر طهر يجي يلعب الكورة زي ما انت شاف ماشي ماشي تعال نشوف الجون هنا ريدة أسليمة هيلعب الأوفر بص بقى لحظة مين بقى هنا داخل؟ محمد عبد المنعم داخل ومع اتنين لعيبة مين اللي وقف قدام الجون؟ بيرستاو كل الناس مشو أخدى باله منهم بيرستاو أم جاي حط الكرة في الجون نفس الكرة اللي حاصل في الشوت الأولاني بس هل ده معناه أن كل الكرة تلعبت كده؟ لا لا ما تلعبتش كده بس هي اتكررت في الشوت الأولاني فيدل أن مارسل كورر من كتر ما أعرف أنه بتذاكر وتحفظ بيحاول يعمل متنوع جدا أفكرك من كم مباراة كمان الكرات الركنيات أو الفاولات اللي بتلاقي ببرة على الثمانتاشر وحد يشوت يعني كان جيمي وانت كنت جايبين حالات شبه كده قبل كده من هو بقى متنوع كمان في تنفيذ الدروات لأن كله بيتذكر كله عنده محللين أداء فالشكل اللي بيلعب به نادي الأهلي خلاص محفوظ من قصة محمد عبد المنعم اللي بقى لها سنتين فإزاي أنه يخلق حاجة مختلفة حال لأ أتا حسيت أنك تتاهب قلت لي بس من دي عشان أنا قلت اللقطة أكيد جايبها لأ مستحيل فأنا سبقته بعدين حتى لو جايب اللقطة فجيمي يجيب ألف أعطاء فضل بس أنا بردين له حصة حلقة الفئة يلا بس أنت وخدتش لقطتين أنا هاخد اتنين أنا هاخد لقطتين فضل لأي لقطة ماشا طيب الحمود اتكلم فيه بتاعة الكرات السابتة وأن أنا بدور على تكنيك جديد بدور على طريقة جديدة لأنه إن أنا بقعط على العرض القريبة محمد عبد منعم أو إن أنا بقعب على العرضة البعيدة اللي شرحناها قبل كده في تكنيك في الكورة يمكن كان بيتكلم على الجوارديولا في 2021 وقال إنه دايما معايا مدرب للضربات السابتة علشان يبتكر يبتكر حاجات جديدة من ضمن الحاجات اللي أشار عليها من غير ما يشرحها تكنيك اسمه الرجل المخفي في المساحة المخفية الرجل المخفي في المساحة المخفية يعني إيه هيدمان يعني أنا بلعب الكورة الآخر واحد تتوقع أنه أنا هلعب هالا فين في مساحة الكل مش بصص عليها طب تعالى نشوف دي تعملت إزاي وفين اللقطتين اللي جابهم محمود وتعملت تاني وتالت ورابع بنفس الشكل تعالى نعرض على طول من الأول اللي حصل طيب دي اللقطة اللي كان بيتكلم عليها دي اللقطة اللي كان بيتكلم عليها محمود ورجع وماشي وماشي هلي بقى بطيق باشي هلي بطيق باللايف من الأول من الأول بس بعد ما يقطع بعد ما قفش هيقول له يلعب على طول وهيلعب اقطعلي وماشيها على البطيق لمكان طاهر وبعدين هيروح فيه بص طاهر هنا وقف هنا يا كريم واقف مع المان حتى لو طلع وخد الكورة من المنطقة دي هو هو يطلع معاها احتكاك هيطلع معاها العيد طالع معاها مش هلعبها بقريح حقيقة الحركة التفريغة بتاعت المنطقة اللي في النقطة ارجع 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 فريم كمان معلش ناسف ارجع فريم كمان فريم ايوة ايوة كمان بص بص كريم بس وقوف اللاربع العيبة بتاع الأهلي بعيد عن منطقة بعيد عن نقطة البنالتي بعيد عن منطقة الخطورة المقصود بيها انه يسحب المدافعين بتاع فيوتشر عشان يقلق المساحة المخفية اللي الكورة متفق عليها انها تتلعب فيه فانا بسحب اللعيبة بعيد خالص عن اللعيب اللي انا هحطها له دايما اللعيب اللي بيباقف قدام الجون او واقف قدام المدافع هو محطوط انه هو بيحجز الجون او بيحجز المدافع صعب جدا انه هو ما يبقاش ليه دور في القصة دي اكتر منه يحجز فدايما الكل مركز مع الاربع لعيبة اللي هيبتروا يتحركوا وقرها تتلعب يا على القريبة لمحمد عبد مدافع طهر محمد طهر اه ما نفذاش بشكل جيد لكن ده التكنيك روح للي بعدي كرة بتاعت بس ايو ماشي بقى باشي دي فريم فريم بالراحة خالص بس ارجع 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 لا كمان واحد بص بس كده لا ارجع ارجع على امام تاني مين اللعيب هنا اللي هينفذ ذا كريم اللعيب اللي محطوط انه هينفذ الفاول ده اللي جابه امام جول مين اللي وقف هناuela الكرة امام عشور امام عشور وقفته هنا متعمدة عشان يروح اخر واحد لكرة بدون رقابة الدليل هيجي له افشة دلوقتي هاتي الفريم اللي بعده على طول هيجي له افشة دلوقتي وهيتحرك امام بعد ما كل اللعيب اتمسك بص امام رايش فين رايح بيتمشي ارجع تاني على امام رايح بيتمشي عشان يروح بدون رقابة بص هوا ده امام إمام فين؟ إمام كان هوقف عالكورة بعدين اتحرك رؤسي تع Crowd بالندي الأهلي كله ماسك كله ماسك عشان ييروح إمام يقتع Sorti عالقريبة في المساحة اللي مش متوقع إنها تتحطي هنا على بعد 15 متر إنها تتحطي على القريبة لإمام عشور فيروح إمام عشور أهو الأهو العيب اللي جاي من بعيد خالص برا الكادر برا الكورة برا المتوقع ويحطها وهنا هقف عنده نقطة إلا أنا كنت بقوله من شوية، ليه الرجل المخفي؟ من إمتى أمام عشور بيلعب ضربات رأسية؟ من إمتى أي حد بيدرس النادي الأهلي أنه آخر لعيب، هطلب منه أنه يخش في كرات سابتة أو كرات رأسية أو أمام عشور؟ فهنا برضو استخدمت نفس القصة، أنا جاي بالراجل المخفي اللي مش هيلعبها، نفس القصة هاتلي بكرة بتاع التاو، نفس القصة، يلا، اللي بعد بس، إرجع بس إرجع فريمين وتاو قبل ما يتحرك، ماشي أول ما تاو يتحرك، بس، 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 بص تاو جاي من هنا يا كريم، هل طبيعي أن تاو يبقى واقف في الحتة دي لوحده؟ لا، سحبة المدافعين لبرا، الأربع مدافعين واقفين لبرا، بص على إيد اللعيب بتاع فيوتشر، كل اللعيب فيوتشر بيبصوا البعض، عاملين السطارة، أربع لعيبة، علشان يشوف الكرة اتجاهها فين، فيقفل على الأربع اللي جاي من برا، اللي جاي من ورا ده، ده مش محطوط حساباته أصلا، من إمتى تاو بيخش في المنطقة دي، فأنا هنا كريت برضو، مساحة مخفية، بالأربع لعيبة اللي برا عشان يروح اللعيب اللي مش متوقع يلعب الكرة الرأسية، روح، إلعبها اللي بعدها على طول، يلو، كمل، ولو في إعادة دي عكسية، إنت لو شفت بيرسي تاو كان قاعد واقف قاعد على ركبته، قال يعني مستخبي، لو أنا جاي يا جماعة، أنا مش معاكو يا جماعة، اللي هو يعني أنا تعبانه، أنا مش معاكو، أنا معي التركيز كله، فما حدش اخب باله منه، فاهم اللي هو يعني مش مهم ده العيب وسهر وقف تعبانه، وهو برضا.. وهو عنده من الدهاء ما يكفي يعني برس تاوه. يا بص انا مش معاكم في الكرة دي يا بص انا مش معاكم في الكرة دي يا بص انا موطي وبتاعه علي انا مش حباله اه بقيد. فراح داخل مكملة. كم من اللي بعده. ولد. اللي بعده. اهي بص اهي 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 دي العكسة. لا وبص الخطوتين. نفس الخطوتين اللي خدهم طاهر لبرة. خدهم تو لقدام. خدهم امام لقدام. كلهم خطوات مع لعب الكرة. بص بقى كمية كمية الاستغرب عند لعيبة فيوتشار كلهم مع الكورة. ما هو ده؟ مفاجئة. اللعيب اللي انا مش عامل حسابه. انت فاجئ بص. هم حجزوني بره. على فكرة فيه لقطة كنت شايفها في اللايف مش معانا هنا بس كده في اللايف. كده طبعا ديوسي بيعمل لهم باديل اتنين كده على الحط. يا حتيجي جات في اللايف. جات في اللايف طبعا. اه بيعمل لهم ده كده انتوا تعملوا ايه. مش فام حاجة. كمية اللي بعده. اللي بعده على طول. يلا. لابا لده. بس ارجع. ارجع. بص كريم. بص كريم. الحجز. انا بكري ببره. بكري الجوه. انا دايما بدور على المساحة اللي ما فيهاش لعيبة. اللعبة هنا ملعوبة لفين. بص اخر لعيب في الكدر خالص اللي ممسوك ومشدود اخر لعيب فوق في الكدر. هو اللعيب اللي هيلعب الكورة. الطبيعي الكورة زي دي. يا هتتلعب على القريبة. يا هتتلعب على البعيدة. لان النادي الاهلي عامل اوبرلود تكنيك. فانا اعمل لك خدعة. انا مدخل ست لعيبة جوه لطمانتاشر على الستة يرضى. عشان واحد منهم ياخدها. فالكورة تتحطي. ايه العب بقى الكورة? الكورة تتحطي فين? هتتحطي في المساحة المخفية اللي لعبت الاهلي دخلوا لجوه. عشان يفضوا للراجل اللي داخل لعبها. وبعدها تسجل الجول. تم التاني وتالت ورابع في المباراة. اوه ما نجحش الاهلي يسجل منها. ماشي على طول. لي كتلاتها اخد عفتاح لما اخد الراجل عشان يحجزه. علشان يحجزه. علشان الراجل يخش يسجل. نفس القصة بتاعت محمد عب منام. حجز بالمدافعة اللي على ريبة. حجز مدافعة البعيدة. فتكنيك جديد. قرينا عنه. لكن اول مرة نشوفه في الملاعب المصرية مع مارسل كولر قرينا كلنا عنه. اي حد يستغل في تحليل الأداء. اي حد بيحب الكورة دايما بيقرأ على حاجات الجديدة. فدي كالجديدة بالنسبة لنا. لكن شفناها نظري. قديل الراجل خلقنا شفناها عمله. والله بقولش يا رحلو. شعر كبير. والله كلامه حلو برضي. مين هو اقتر اللي عجبك النهار دا محمد. كريم فؤاد. مش عجبني نهار دا بس. كريم فؤاد عجبني بقاله فترة كبيرة جدا. قصة ان انت تبقى تيجي تلعب مكان عالي معلول. اصلا حتى لو انت بتلعب بشمالك. حتى لو انت ليفت لك اصلا. حتى لو انت اجمد باك ليفت في مصر مصري محلي. هتيجي مكان عالي معلول. هيبقى مقارنة صعبة جدا. صح. التطور بتاع كريم فؤاد واضح ان هو بتمرن لوحده كتير جدا. بتمرن لوحده في ان هو ازاي يلعب بشماله. يلعب بشماله. يلعب بشماله. يلعب بشماله. يلعب بيمينه. التغطيات وبعدين معدلات الجارية تحت كريم فؤاد رائعة. النهار دا هو خد حسالها في المباراة. هو يستحق حسالها في المباراة طبعا. نهار دا ما كانش فيه لعيبة كتيرة من فرقتين كانوا مميزين. ولكن كريم فؤاد همانيجي نتفرج. نشوف الارقام الاول بتاعته. عشان ارقامه كانت ممتازة النهار دا هو اكتر. طبعا النهار دا هو لمس الكرة 53 مرة. اللمسات صحيحة 46 لمسة من اصل 53. نسبة 87 في المية. مراغات عمل 3 مراغات صحيحة بنسبة 100 في المية. نشوف الارقام اللي بعدها. الرجل عمل تمريرات وسيارة 43 تمريرة بنسبة 93 في المية من اصل 46. تمريرات طويلة عمل واحدة من اصل 2 صحيحة بنسبة 50 في المية. والعرضيات بتاعته عمل 3 عرضيات صحيحة من اصل 5 بنسبة 71 في المية. ودي ارقام رائعة. ما نجي نتفرج على الحالات بتاعت بقى كريم فؤاد. ونعرف كريم فؤاد بقى ازاي هدك او صداع لأي فريق بيلعب النادي الالي في الجبهة الشمال. لان قصة بقى هو اشوال والليمن. هتشوف بص بص على كريم فؤاد قاعد مستني الكورة واول ما الكورة هتجيله دايما كريم فؤاد بيتصرف صاحب الكورة. يعني بص هو هنا اقول حاجة نزل استلم. بص هلعب الكورة بايه بشماله تشيب صعبة جدا في ظل ان انت اصلا رجليك القوية هي الرجلين اليمين. حالة اللي بعدها على طول نفس الكلام برضو هتلاقي بص كريم فؤاد دايما عاوز يغرب دايما على طول هو قراره الاولي ان هو دايما يخش على المغرب. نرقص وقام لعب الاوفر. الاوفر ده كان برضو خطر جدا ولكن بوسامة وعلي مقدرش ان هو يتعامل معه. وده الكورة ده الهدف اللي هو أجيه وكان فاول النادي القالي فهو حتى كمان كان بعد الهدف. الكورة التانية عاوز اغنق بص هنا يا كريم فؤاد هيسلم الكورة لإمام عشور. فين كريم فؤاد كريم فؤاد زي ما هو واقف على طول هياخد يا كريم المساحة وياخد الخط ويجري يساعد طاهر محمد طاهر على طول هياخد الكورة. بص هنا بقى هنا الكورة اول ما تقطعت منه ما يسكتش ياخد الكورة ويخش معينه قوته البدنية مفروض الرجل التاني قوى منه. خد الكرة ورجحها تاني بالضغط العكس للنادي الأهلي وكانت فرصة خطرة تعالوا بنفرج برضو نفس الكلام على الكرة دي على طول هو متواجد في المناطق الأمامية بص الأوفر قبل ما بيلعب الأوفر كريم فؤاد دايما بيبص والكرة بقى الأخلانية اللي كانت مهمة جدا بص الرجل الكرة قطعت من النادي الأهلي شوف بقى يا كريم التاكلنج اللي هيعمله وبيرجع الاستحواز مرة تانية للنادي الأهلي معدلات الجاري بتاعته مش طبيعية فعشان كده كريم فؤاد يستحق الإشادة مش مبارات النهاردة بس وعمل مبارات أحلى كمان مبارات النهاردة فكريم فؤاد يجي بعد علي معلول وهو لعيب أيمن وممكن نقول إنه عشان لعيب أيمن فيقوم بدور الباكلفت التقليدي العادي لا الراجل أكتر لعيبة اللي بتعمل كروس الصح الراجل دايما متواجد راجل دايما لصناعة أهداف فعشان كده بصراحة تحية كبيرة جدا لكريم فؤاد اللي هو بشتغل بره الملعب كتير معل حبيبا يا بتاكريم الورقة معك أعطاك المحمد عمنا بعد ما موتش خلص بيبعد لك الورقة أي حد عصلا أي حد عصلا دايما إيه عنده سر الورقة سر طاية لخ الورقة السرية كان فيها إيه في ورقة كده عمنا معمالي وأنا ما بقول إيه أنا بالليل هيبع عندي حلقة معجيمة هيقول للورقة دي بي طيب قبل بس ما نروح للورقة هجيب لك حاجة لا ما هي ليه علاقة بالورقة الجول بتاع الفيوتشر هاتلي الجول بتاع الفيوتشر لأن الجول ليه علاقة بالورقة بعد كده اللي هو مودرن سبورت بتاع مودرن سبورت بحاول اتعب معنا شوية أنا مش هتعب لوحد طيب عبال ما يحضروا الجول همني في الجول بداية الكورة كان سببها إيه بداية الكورة كان سببها مين اللي طلع من مكانه وغلط فالمكان ده بقى فاضي فاللعبها كلها بقى بتحلق عشان تغطي على المساحة اللي الكريتة تغلط فالجول ده الجول بتاع مودرن سبورت هو اللي خلى بعد كده مع نزول تاو وريضا خلي بالك مين اللعبها اللي كان بتلعب في الملعب كأجنحة ريدا حسين الشحات وطاهر الاتنين لعبها بتجيد الأدوار الدفاعية وبترتد فتخيل ان الاتنين اللي بيقدروا الأدوار الدفاعية بشكل جيد خرجوا خرجوا بص هنا بص هنا بص ووقف هنا بص هنا ده مين بغض النظر الكورة بخلفة ولا لأ مش قضياتي يعني خالد عبد الفتاح خالد واصل في المعدي ونص الملعب فالضرب في مكانه فاضي كمل بقى كمل كمل على طول كمل بص هنا خالد الارتداب بتاع خالد هيرجع يحلق لأنه هو طلع من مكانه غلط كمل 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 ومشي اللقاء بعد عدلته كمل بص بص الراجل راجع بيحلق راجع بيحلق كل ده كلهم راجعين بيحلقوا ليه لأن الخلخلة اللي حصلت بسبب إن اللعيب واحد طلع من مكانه طيب خلاص جبنا الجن روح لي بقى للعبة روح لي بقى روح لي بقى للعبة بتاعت الورقة بتاعت محمد عبد المنام على طول بص ده برسي تاو نازل ادى الورقة لمحمد عبد المنام هيقول كلام الكلام حتى ناس حاول التركز هو بيقول ايه بيكلم مين تعال أقول لك هو كان بيقول ايه وبيكلم مين بص ماشي بقى ماشي ماشي بس هتلي بقى اللقطة اللي بعدها على طول وقول لك كان بيقول ايه بس وقف هنا ده اللي كان بيقوله محمد عبد المنام كان بيكلم خلد عبد الفتاح بيقوله ما تزيدش تاني ققف تالت هنلعب تلاتة وراء وإحنا معنا الكورة مين في الظاهرين أدور الهجومية أكتر خلد عبد الفتاح ولا كريم فؤاد كريم فؤاد كريم فؤاد فكريم هسيبه يزيد عندي جنحين ما بيدفعوش كويس عندي بيرسي تاو وعندي ردة سليم فانا عايز وانا رايح اجيب جون وحاول انا عايز ابقى ظاهري محمي عايز تلاتة لعيبة في الخط الخلفي دايما علشان ما يبقاش عندي لعيب زيادة لان انا عندي تلاتة مزعجين جدا في فيوتر عندي عبد الكبير الوادي واحمد عاطف وبرسي تاو انا حاس انا محالي الجامد قوي انا 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 حاس انا محالي الجامد قوي اصلا كنت في الاول وقلت ليه خالد عفتاح مش محمد هاني والتاع في الاول في الانترو النهاردة هو ده هو ده خالد ينفع يخوش سنتر باك خالد ينفع يلعب تالت خالد تالت ناحية اليمين ينفع يلعب في اربعة يلعب بقلب تفع وحكينا في الماتش اللي فاته وكان بيلعب في خمسة بيلعب بقلب تفع عشان يمسك فخر اللقاية نفس القص تلاتة في الخط الخلفي علشان خاطر يعمل عملية الزيادة زاد الموضوع وفضل الراجل ثابت تلاتة لانه اتجاه الكرة دايماً كريم فؤاد بيعمل الزيادة وريضا وتاو ما بيرجعوش تاو لسه راجع من اصابة وريضا سليم كده كده عنده مشكلة وهو خايف كولر دايماً مشكلته مع رضا سليم وخوفه مع رضا سليم هو اللي تداد الدفاع ماشي هل ده موقف حصل بعد الورقة على طول لأ تعالي هات اللي بعديها كمان هات اللي بعديها ماشي 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 لحد الكرة ما تطقطع ونجيب الوقفة الثلاثية التلاتة في هنا تلاقي كريم فؤاد مش في الكادر خالص كمل 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 كمان ماشي ماشي ماشيها ماشيها على عدلتها ده اخيرة بيقول لك اخيرة لأ يبقى هي كرة يبقى هي كرة كرة مشيت بعد ما كريم طلع ماشي الكادر هنا الكادر هنا عندنا محمد عبد المنعم الظاهر في الكادر جنبه رامي جنبه خالد وكريم هو اللي دايماً اول ما الاهلي بياخد الكرة يطلع دا من ناحة الشمال عشان التلاتة يعملوا ستريتشنج محمد عبد المنعم هو اللي بيغطي ناحة الشمال رامي في النص وخالد ناحة تانية طب قطل اللقطة اللي بعديها اللقطة اللي بعديها على طول ده اخير يا جيمي مش عاوزيني يلعبو لك الحالات وقفت على كده ماشي ماشي فالورقة كانت انه الاهلي يتحمي دفعياً وانه يقف تلاتة في الخط الخلفي لانه هو دايماً عنده تخوف من الارتداد الدفاعي من الهجوم للدفاع بعد ما الاهلي يفخد الكرة فكان عايز دايماً يبقى عنده لعيب زيادة وثلاثة على ثلاثة معرجوع اكرم توفيق يبقى دايماً الاهلي عنده اربعة على ثلاثة وده اللي حصل الشوط التاني ولا هجم خطرة للمودرن سبورت لانه قفل الكلام ده بديها ستين حتى قبل ما يسجل وبالمناسبة بعدها على طول وده كان من حسن حظ مارسل كولر انه بعد اللقطة دي بدقيقة الاهلي سجل هدف فاللقطة اللي كان هيبلغهم بيها بقى انه خلاص بقى احنا بايلا متقدمين عشان المرتدات انا خلاص حاميت الفرقة بان خالد واقف سابت تالت جنب رامي ربيع محمد ربنا هايل هايل ما تقاش في الانترو هقولها معاك ونتناقش فيها يعني يلا بينا بحس ان كهرباء لو هو حس ان هو مواجم الاهلي الوحيد هيتقلق ويكسر الدنيا عادة يقولك لو اللعب ما فيش حد بيدبدب وراء بيقدم مستوى مش كويس في حد هو اللي بيلعب وبيقدم بشكل كويس اللي هو بسامة أبو علي ينزل كهرباء ما بيعافش يمسك في الفرصة النهاردة حسيت ان كهرباء هكلمك بصراحة يعني وكأنه ملعبش كورة أصلا قبلك تايه رغم ان هو انا وانت وجيمي عارفين ان هو امكانياته عظيمة وكبيرة كهرباء فوقت ملوات كان احسن لعيب في الدول السعودي يعني في يعني كهرباء سلفت كان لعيب لعيب في النادي الأهلي الدول التاني هو الشغل اللي عمله في أفريقيا جون هلال السوداني كهرباء لعيب جامد مش هنقيم كهرباء ولكن فيه لعيبة ممكن بسبب الضغطات او بسبب ان البرواز او السكسي ما بقاش معايا او بسبب ان انا عندي منافسة في الحتة بتاعتي ممكن يكون هبط نفسيا شوية انا اللي عاوز اقوله ان كهرباء محتاج يقرص على نفسه اكتر من كده في الوقت اللي هو بيشارك فيه انا متفاهم جدا ان هو ممكن يكون بيمر بحالة احباط من تصريحات الرجل نور رقم 3 لما مودست كان موجود ومتفاهم ان وسامة ابو علي راكب بس هو لازم يفهم حاجة كهرباء ان انت دلوقتي لعيب في النادي الأهلي واللعب في الاهلي مش سهل اللعب عمره مكان في النادي الأهلي سهل لان انت عندك منافسة كبيرة جدا وعندك لعيبة جامدة كتيرة جدا فكهرباء كل اللي هو مطالب به ان ان انت لما تجيلك فرصة تثبت ان انا موجود لقطات النهاردة اللي هنستعرضها دلوقتي هنشوف ان الكهرباء يا كريم بعيد كل البعد بعيد زهنيا بعيد بدنيا جاريته الموبيلتي المرونة يعني تعالى نتفرج على مثلا ان هو لما استردك تردك لستة او سبع مرات خسر الكرة منهم اربع مرات الكرة دي كهرباء بص هو بيستلم واضح ان الكهرباء مش فت بنقول بس الكرة دي صعبة نشوف الكرة اللي بعدها هنا كهرباء اشتغل زي ما الكتاب بيقول واللعب على التوقع في الكرة اللي جاية دي وعارف ان الرجل هيغلط عجبني جدا ان هو قطع بس بص اول ما يطع كرة لف توسته فيه الموبيلتي عند كهرباء المرونة التويست بتاع العيب الكرة دايما في الناشئين يقولك دايما التويست بتاع جسمك او وستك ده مهم جدا انت تتمرن عليه كتير جدا فواضح ان الكهرباء بعيد بدنيا واضح كمان انه بعيد زينان حتى كمان يعني بص هو عمل كل حاجة كممكن يستنى كممكن يلف كممكن يلعبها يلف وسطه ولكن واضح ان الكهرباء بعيد جدا شوف الحالة اللي بعدها كمان فالكرة دي كانت سهلة جدا هنا اول ما الكرة تلابت قطع من مودرن فيوتشر هتريجي هجمة لنادي القالي كريم نيدفيد هايسلمها على طول الكهرباء بص هنا يا كريم جريته بالكرة فيها حاجة يعني واضح انه بعيد واضح انه بعيد واضح انه محبط كرة اللي بعدها برضو دي كمان دي كمان مهمة اول درس دي نفس الكلام بص هنا برضو نفس الكلام نكمل الكرة بص هو عايز يعمل حاجة يعني اتحسه مش قادر يعني كرة بشماله مش قادر يوصلها لبيرسي تاو فعشان كده انا يعني يعني نفسي بس اقوله اشتغل اكتر من كده وخد مثال افشة افشة ده كان نجم النجوم في النادي الاهلي من سنتين وبوم طخ مفيش زي افشة والجماهير كلها بتتغنب افشة حتى لو كان فيه لعيبة بتلعب احسن من افشة وبتعمي موجود اكتر من افشة بس هو كانوا اخذ الدنيا كلها بس لما افشة دلوقتي بينزل في عشر دقايق وفي تمن دقايق وفي تسعة دقايق بيعمل فرق لغاية لما النهاردة بدأ الراجل ايه يلعبه تاني فانت لما تيجي لك الفرصة لازم ما تنساش اللاعب في الاهلي عمره مكان سهل يا كريم وهسام أبو علي نفسه لو مستوى بيبع شوية نادي لاله يجيب فرق تاني وممكن يركب عليه الاهلي اللاعب فيه صعب جدا فكهربة يركز لان في الاول في الاخر الشغل ده ليه هو قبل ما يكون لأي حد بمناسبة افشة رأيك النهاردة في افشة في وجود امام عشور اي افشة وامام عشور مع بعض ووراهم اكرم توفيق افشة يا كريم طول الوقت حنتكلم على الجودة طول الوقت بنتكلم على انه افشة رعب مهم جدا لالنادي الاهلي سواء نعلى بديل لا بأساسي اياك ناس كتير كان بتتكلم على انه امام جنب افشة بعض المباريات تتحمل هو اسلاح مهم جدا كام لعيب في مصر بيقدر يصوب كام لعيب في مصر بيقدر يصوب بالدقة دي كام لعيب في مصر كل معظم تصيباته ما بين القائمين والعرض كام لعيب اعتدهم على ايدك مش هيعدوا خمسة مستحيل امسك ال 18 نادي بال30 في القائم تتكلم على 540 لعيب كام واحد واحد في المية منه افشة ده بقى من ضمن الواحد في المية دول فلازم امسك فيه بايده واثناني ولازم انه ياخد فرص اكتر من كده ولازم يمسك هو كمان في الفرص اكتر من كده تعالى اقولك هو ليه بيتواجد دايما في المنطقة دي وليه هو الوحيد اللي عنده الجراءة وعنده الدقة مش بس الجراءة انه دايما يعمل عملية التصويب النهاردة من خلال اكتر من كرة واخت تعليمات انه يعمل عملية التصويب اجيب لك انه الراجل طول الوقت هو متواجد في المكان الصح اهم من التصويب واهم من التكنيك وما تواجد في المكان الصح. تعال نشوف التصيبات اللي عملها قفشا النهاردة. سوقف الهدف الملغي. سوقف الكرة اللي ارتدت من الحارس. بص يا كريم. وقف ان ارجع 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 معلاش. ارجع. 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 ارجع هو بيشاور لكريم فؤاد. حلو. بس احب افكرك ان الوقت يدهمنا. الان يدهم. صحيح. بص. بص هو هنا بيعمل ايه? هنا بيعمل ايه? هو بيشاور بص هو الناس جاي منين? جاي من العمق. هو بيشاور لكريم فؤاد عشان يدهلو في المساحة دي اللي هي دايما المساحة اللي بيهاجمها افشا فالعبرة دايما انت لو رجعت فريم واحد هتجيب اشارة ايد افشا هو بيشاور بيقول له ادهني هنا عشان يسيب له الكرة في المنطقة اللي هو رايح بقى رياحية ومع المساحة اهي كمل 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 هتلاقي بيش اهو 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 رايح له بيقول له ديني الكرة لان هو طالب الكرة بص وراح كمل عليها يكون حظه ساي ان وسامر اتكب مخالفة اه مع مدافع اه مودرن سبورت لكن التصويبة والتكنيك يا كريم يساوي كتير اوي انا بالنسبة لي هي دي اللعيبة اللي اللي بتساوي فلوس بص تكنيك حلو اوي دايما افشا بحطاب بط رجله دايما اوارته ناحية الشمال هو عارب بيشوت فين هو مش لعيب عنده عملية انا بشوت الكرة بحط فيه اهو ارجع هنا بص بص بيزعق الامام ليه ارجع ارجع بص بيزعق الامام هنا لانه طبيعي هو رايح بوشه بدل ما امام يحطاه بوش رجل خارجي كده ببطن رجل وسند الرجل جاي في المواجهة جول مع افشا الكرة دي جول على فاكرة في جاءت لاطر مرسي الكولر كمان وكان بيشاول ان هو بص هاله ان هو لازم يحط هاله طبعا ان هو لازم يحط هاله اهي اهي هو هو هتطهاله ودي مزيد افشا دايما انا كريم بيباصي ويتحرك هو باصي عشان يسند هاله ويحطها يكمل كمل اللي بعدها عشان الوقت اهو بيقوله بص هاله حط هاله هنا تحت وبعدها رفعه امام ايده بص هنا كريم اول قرار عند افشا التصويم ارتدت جات في منتصف المربع لان الكرة بعيدها شوية لكن دايما 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 الحل في القرار في التكنيك في المكان اللي بيتواجهت فيه دي تعليمات كان بيعملها امام في بعض الاوقات لكن في النهاية انت بتتكلم على جودة على تمرين افشا النهاردة ما سجلش افشا النهاردة ما صنعش لكن من المباراة الجاهدة جدا لأفشا واتمنى انا مؤكد انه هيكون متواجد في مباراة الكاس فاتمنى انه هو يكمل على الاداء ده علشان يقالي دور فيما تبقى من الموسم لانه اوراق الاهلي في وسط الملعب تتساقق ديانج مؤكد رحيله بعد مباراة بيراميدز موسم عمر السولية انتهى مع النادي الاهلي احمد نبيل كوكا في الغالب موسم انتهى لانه موجود في الاولمبياد وان شاء الله هنكمل هارجي حيلحق اخر مباراتين ثلاثة فبتتكلم على ثلاث لعيبة من اجمالي سبعة موجودين مش موجودين فدلوقتي الاهلي بيعتمد على من اربعة لخمسة فكده كده افشا ياخد وقت وياخد وقت طويل فلازم يمسك في الفرصة لان وجود افشا فاصل طلعب النادي الاهلي مهين سلح تتساقط دي تاخدش بقىك من طويلة الان في الاخرى دي طبعا ده شاعر ماشي ايه كمان يا حول طيب ايه كمان دي حاجة مهمة جدا محمد الشنوي اه انت عارف رأيه في محمد الشنوي اه طبعا اعطل انتو كل ادفع عنه وافضل دايما اقول محمد الشنوي واحد من الحراس التاريخيين في النادي الاهلي وفي منتخب مصر هم حلو كده كفاية اكيد لا لا حلو انت كده كفاية بات ما تكملش لا لا مش اقول حاجة والله بس هو محمد الشنوي في الاول وفي الاخر يا كريم الناس برضو مش لازم تنسى ان محمد الشنوي جاي من اصابة كبيرة جدا والناس تقول لك خلاص بداهم جاي من اصابة لحد ما هيجز لعب مصطفى شبير مصطفى شبير كويس انا متفاهم بس ما اقوها بالزبط هيجز ازاي بس المشكلة ان الارقام بتاعت محمد الشنوي في اخر ثلاث مباريات هي ارقام مش جيدة ونقوص خطر اه اما عفو الشنوي هيقعد هيمشي ايا ان كان المتبقي من الوقت للشنوي يقدر ان هو يرجع تاني يقف انا عايز اقول لك معلومة مابدايا كده مصطفى شبير يلعب ماتش الالماني من اللي جاي تماما مابدايا ملاوش علاقة بالارقام اللي انت هتقولها دي ايه كده الراجل كان عامل حسابه ان هو شبير يلعب ماتش الكاس وشنوي قريب جدا 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 من الرحيل للوحدة السعودي جدا يعني فعشان كده انا انا بعاوز اقول لجميل النادي الاهلي ما تنسوهش محمد شنوي محمد شنوي عمل ايه اخطأ مرة مرتين تلاتة اربعة عشرة ياما شنوي كسب النادي الاهلي تبا ليه الارقام بقى بالزبط تعالي سوف الارقام القصة كلها انا محمد شنوي اخر ثلاث مبارات شارك فيها مع النادي الاهلي ده الرقم في النص دي هو هو رجل التشاط عليمارا الندي الاهلي في اخر مبارات شارك فيه محمد شنوي احداشر تزديدة الشاط من احداشر تزديدة دول اربع تزداد بين قائمة موترات الخشبات للأسف. الاربع التزديد دخلوا مرو mernaدي الاهلي شوف الصورة اللي بعدها دي مبارات النادي الاهلي مبارات النهارات بص على تحت الصورة دي الده اللي هو بين 3 خشبات اربع تزداد للنادي الاهلي وتسديدها واحدة لمودرن فيوتشر وللأسف دخلت مرمى شوف الصورة اللي بعدها مباراة النادي الأهلي وبيراميدز تلت تسديدات للنادي الأهلي بين التلت خشبات تسديدتين للنادي بيراميدز تسديدتين للأسف دخلوا مرمى النادي الأهلي المباراة اللي قابلها مباراة طلاقع الجيش كسب النادي الأربعة واحد عشر تسديدات للنادي الأهلي من داخل جوه بين التلت خشبات تسديدها واحدة فقط برضو دخلت جوه مرمى النادي الاهلي. فعش كده بقول ان في الاول في الاخر محمد شبناوي اخطأ. اخطأه لسه لحد دلوقتي مش مؤسرة. ده من النادي الاهلي بيكسب. جمور. ايه ظبر عليه شوية. الحلو. الحلو في القصة دي ان مصطفى شوبير. اه. هو اللي خل الناس تبدأ تقول يا شبناوي يعني. فهام? ففي الاول في الاخر. بس انا. مش عزين ننسى بس ان مصطفى شبلا وشاركة. ممكن يغلط. مصطفى شبير هيغلط. اه. كرة طوع منه. هيطلع غلط. تيبو كورتوه بيغلط. تيبو كورتوه بيغلط. طلع اه. بايرم يونيخ. بايرم يونيخ. ماتش ريال مادريدو بايرم يونيخ. صح. الكرة اللي قلشت منه. صح. ودخلت مارمى. فمحدش هيجي يقول يا جماعة طالبوا ان نوير يمشي وبتاع فدي مقارنة ما بين نوير وما بين محمد شرناوي. ولكن يبقى بالنسبة لي يعني هو من الحراس تاريخين في النادي الاهلي ومنتخبص. مية في المية. اخر حاجة مع يدقتين. اخر حاجة. اه. عايز جمهور النادي الاهلي دايما. اه. ما ينساش. انه ما يقدم النادي الاهلي حتى باخطاءه وحتى باجهاده وحتى بغيره. بتتكلم على ارقام اربعتاشر فوز متتالي. مسجل خمسة وثلاثين جول. هدفين ونص. في اجهات في اصابات في خروج مع تجديد دوافع بعد الفوز بدوري افطال افريقيا. وده مهم جدا. انك عمل بالجدد دوافع طول الوقت. وانت كسبان دوري افطال افريقيا وخارج بنشوة. فانت بعد النشوة دي. ترى عمل ران اربعتاشر. وهو الرقم القياسي في الدوري الموسم الحالي. مباراة كل ثلاث ايام تعريب. كمان. مع عملية الاجهاد. وانت مجبر على عمل الروتيشن. وما فيش فريق في العالم رقم واحد زي رقم اتنين. فطبيعة تتأثر. وده شوية جاي في النحية الدفاعية لانك مستقبل عشر اهداف. في اخر اربعتاشر مباراة. ولكن ما يقدموا. مارسل كولر ما يقدموا لعب النادي الاهلي. من اربعتاشر فوز متتالي. ايان كان بتلعب مين. ايان كان بتلعب مين. بفيه مباراة بنامز الماضية. مدر الفريق القوي جدا جدا. ناس بتتكلم على مستسلة المباراة. ده فريق الرابع على الدوري. الفريق اقوى تاني خط الدفاع في الدوري. بقالوا تسعة ماتشات خسر مباراة واحدة في ظروف كده مع الاسماعيدي مع كابت انطلعت يوسف ما بيخسروش. فانت بتتكلم على فريق صعب جدا جدا. بتتكلم على حالة بتاعة النادي الاهلي ومعدلات التسجيل والاهلي. جمهور. بقالوا سنتين بيقول ايه? عايزين مهاجم. عايزين مهاجم. عايزين مهاجم. والحد اللحظة عايزين مهاجم. فين المهاجم. فين المهاجم. كل يوم انت بتقول اخبار عن مهاجم. كل الناس تتكلم على مهاجم. فريق جايب النهاردة. انا بتكلم 24 مباراة. جايب تسعة وخمسين جول. يعني اجاب ستين جول بس في الدوري. فبتتكلم على انه الحالة ما يمر بها النادي الاهلي. بما فيها من اخطاء. هي حالة فريدة الحدوث. بعد بطولة. بعد بران 14 مباراة. مدرم كتير يا كريم. ما كانوش بيعملوا الران الى 14 مباراة ده. من ساعد فايلر ناس تلعب به السمن انه كسب 17 مباراة على على التوالي. الاهلي قريب جدا من انه يعمل رقم لم يحدث في تاريخ الكرة المصرية. ايه ذا? ايه ذا ما استمر فوزه في المباراة اللي جاية? الاهلي بقيله عدد مباراة كبير تمام متشاط او تسعة متشاط. اه. الاهلي افضل رقم اتعمل في تاريخه مرتين. مرة الفايلر. ومرة لجزئه 17 مباراة. انا لايه رأيي. اقول ليه اتفق اطفق او اختلف. اقول لي. بس بكلمة واحدة. اقول يلا. مارس الكرة الافضل مدرب اجنابي جيه في تاريخ مصر. بعد جزئه. مال والجزئه طوال. اوكي. شو كان جيمي? انا وامشي. انا لايه رأيي تاني. انا بحبي جوزي جدا. وانا بحبي مارس الكرة الافضل احسن مدرب اجنابي جيه في تاريخ مصر يعني. مبرتون. ان انت والله العادة معكم حلوة. الناس ما قصلت الشعر برا? برا ان شاء الله. حبيب ايه. تم حليتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتوا معينا يا شوفكم يا رب. على الف كير.